اشتركوا في القناة الصيفي ويعني الاشتعالات وسوق الانتقالات في الدوري الاوروبي بشكل كبير. كمان النهاردة هنتكلم على جزء مهم جدا جدا. هنتكلم وهاقول لحضراتك جزء عن الاكاديميات او قطاع الناشئين في اوروبا. الناس بتشتغل زي يمكن الحلقة يوم لتنين. خدنا بعض الامثلة النهاردة ان شاء الله هنكمل ونشوف. لان ده جزء مهم جدا. لو كنا بنتكلم على التطوير يبقى لازم نبدأ من تحت. نبدأ من القطاع نبدأ من الوادنا صغيرين. ان شاء الله كمان النهاردة هفرقكم على نمازج الارسنال برشلونة وان شاء الله باير ميونيخ الانتر ميلا ازاي الناس بتشتغل من تحت وازاي الناس بتبني قاعدة واسعة جدا للعبين دوليين على مستوى عالي جدا. على المستوى المحلي وعلى مستوى نادينا النادي الاهلي عندنا نقطتين عايز اتكلم مع حضراتكم فيها. نقطة الاولى بتخص طبعا مباراة الامس مباراة النادي الاهلي مع اسموحة مباراة مفتوحة. مباراة شفنا فيها كل حاجة كل حاجة من النادي الاهلي على مستوى انا كنت سعيد بالاداء لكن اكيد ما كنت سعيد بالنتيجة اداء على المستوى الهجومي اداء رائع استحواز نفس للأسف نفس الاخطاء اللي وقعنا فيها يمكن في المباراة اللي فاتت ان احنا رغم الاستحواز دوت ما فيش ترجمة الاهداف لان انت مستحوز مستحوز ولكن في لحظة واحدة المنافس بيجيب جون من خطأ ايا كان الخطأ ازاي وبالتالي بتستحوز تاني وبتخلق فرص وبتضيع فرص وفرصة تانية للمنافس بيحرز الهدف التاني وبعدين الهدف التالي فالامور بتصعب عليك جدا في الملعب بشكل رهيب قال لا يكون فعون مباراة بتفرج على الكابتن سامي قمصان قال لا يكون فعون وانا بقدم له التحية تحية كبيرة جدا للكابتن سامي قمصان اللي يعني مسك المهمة في ظروف صعبة من اصابات وضغط مباريات وواواواواواوا لكن فيه الاجمال شيء اكتر من رائع كادر ممتاز كابتن سامي قمصان التحية ليه وتحية كمان للكابتن محمد شرف يعني كان مساعد بشكل اكتر من رائع لكن المباراة مبارح المهم كمان انها ناخد الدروس والمهم كمان ان المدير الفني الجديد للنادي الاهلي تابع المباراة دي بشكل كبير ومش المباراة دي بس او تابع كمان تلت اربع مباريات اللي فاتت لكن يمكن المباراة مبارح ظهر فيها بشكل كبير جدا انا يعني قبل ما اخش الهواء احد الزملاء هنا بيقول لي انا كنت اهلاه وكنت سعيد باداء النادي الاهلي كنا سعداء باداء النادي الاهلي اه لكن عاوزين نوصل للمعادلة الاداء الجيد والنتيجة الجيدة ان احنا متأخرين 3-0 في بداية الشوت التاني ما كناش مصدقين ليه علشان ما احرزناش اهداف ما استغلناش فرص كتيرة جدا جدا نتكلم على فرص كتيرة اكتر من 14-15 هدف محقق لنادي الاهلي بتحرز منه هدفين شيء طبعا في الكورة غير والد على الجانب الاخر كمان انت فاتح خطوطك بشكل مرعب اه بتهاجم بكل خطوطك لازم يكون فيه كمان توازن من حالة دفاعية لازم يكون عندك عنين صحية وراء لازم ما تكونش فيه اخطاء في الخط الدفاعي وخط الوسط الدفاعي وا 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 كل دا امور فنية ان شاء الله بيذن الله المدير الفني الجديد ريكاردو سواريز اللي وصل وتعاقد مع النادي الاهلي واللي طبعا هيتم تقديمه ان شاء الله بكرة في مؤتمر الصحفي اكيد الكابتن محمود الخطيب النهاردة رئيس النادي الاهلي والمشرف على الكورة اجتمع بريكاردو سواريز وكان موجود كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة والجهاز المعاون جهاز معاون كبير جدا جدا هذا المدرب بيصطحبه معاه على المستوى المدربين على مستوى المدربين اليقى البدنية والتحليل البدني والتحليل الفني كمان الكابتن سامي امصان هيكون اكيد متواجد في الجهاز المعاون وزي ما بقول لحضراتكم يعني فيه مخطط احمال فيه كمان فيسيولوجي ده راجل على اساس القياسات البدنية ومدرب حراس للمرمى يمكن الجلسة تمت طبعا كمان بحضور كابتن حسام غالي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي وكمان كان متواجد لجنة التخطيط في الكورة لجنة التخطيط في كورة النادي الاهلي طبعا كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف خلال طبعا الجلسة ده طبعا بيتفقد طبعا طبعا ريكاردو ملعب التدريب ويمكن راح كمان ليه يعني دولاب النادي الاهلي المليء بالبطولات ده كان وجوده مبارح عاو المواصل وكابتن سعد عبد الحفيز معاه وبنشوف ده النهاردة كان موجود النهاردة الصبح في النادي زي ما بقول لحضراتك كابتن سامير عادلي وكل الناس كانوا في استقباله بصراحة وهو كمان عايز اقول لحضراتكم مش عايزين نحكم على التجربة قبل ما تبدأ يعني هو اكيد مدرب جيد جدا كلنا اتكلمنا وكلنا شفنا من خلال السوشيال ميديا رجل اللي عنده شخصية قوية كمان مهم جدا ان الرجل بيتعامل معه او بيتطور اللاعبين وخاصة اللاعب الصغيرين بيتطورهم بشكل جيد وده مهم جدا لكن خلينا دايما نقيم التجربة بعد البداية ورأيي في البداية مش اول ماتشين مش اول ثلاثة مش اول اربعة المدير الفني الجديد محتاج وقت والمهم عندنا واحنا متعودين جمهير النادي الاهلي دايما سفورت لأي حد متواجد جوه النادي الاهلي مهم جدا جدا يعني طبعا يا زي ما بقول له حضر اه مشيل طبعا يا مشيل يانكم كمان عايز اقول له حضراتكم ان مدرب حراس المرمى السابق اللي كابتن محمود الخطيب وكلنا تمسكنا به بصلاح وبقى مشرف على قطاع النشئين او حراس مرمى في قطاع النشئين يانكم طبعا ادى اداء اكتر من رائع خلال وجوده مع الفريق الاول كان موجود كمان في استقبال المدير الفني الجديد وزي ما بقول له حضراتكم يعني كادر قوي جدا ويمكن كمان محمد الشناوي نزل تويتا كده بيشكر فيها يعني مش يانكم على الاداء وعلى الفترة اللي كان مقضيها مع الفريق الاول النادي الاحد لكن السورة اللي قدام حضراتكم كمان زي ما بقول له حضراتكم مش عايزين نقيم التجربة من بدري شفت كتير قوي على السوشيال ميديا شفنا اصل ده مدرب السي في بتاعه طيب احنا بنتكلم على سي في ولا بنتكلم على مدرب عنده شغف انه يعمل بطولات وعنده الشغل انه يشتغل فيه اجواء جديدة عليه وتحديات جديدة ده كان مطلوب مدير فني مش هقول كبير في السن مدير فني صغير ده كان مطلوب مدير فني على مستوى تطوير اللاعبين زي ما قلت لحضراتكم عنده اداء قوي جدا مدرب عنده شخصية ودايما بنتكلم على شخصية هو جاي مدير فني لأكبر نادي في افريقيا نادي الاهلي من الانديا الكبيرة جدا اللي محتاجها شخصية وده مهم جدا يكون الشخصية اللي زي ما بقول لحضراتكم الشخصية اللي تعمل كنترول على الدريسينج روم على غرفة الملابس الشخصية اللي بيكون قريب من اللعيبة بشكل أو بآخر لكن فيه ديستانس فيه مساحات للاحترام فيه مساحات للتفاهم ويعني كل دوت هنشوفه لسه في المستقبل كلنا منتظرين كلنا مستنيين لكن كمان في نفس الوقت كلنا سوبرت كلنا يعني مساندين لهذا المدير الفني الجديد زي ما بقول لحضراتكم وفكركم بأمثلة كتيرة جدا جدا منو الجزية على سبيل المثال لما جي النادي الأهلي اعتقد التاريخ يتكتب في النادي الأهلي ممكن جدا يكون هذا مثال لهذا المدرب ما فيه شك عايزة تكلم حتى على فيلر كل الناس بتكلم انه مدير فني رائع ولكن السي بي كمان السي بي بتاع فيلر ما كانش هو الناس كلها كانت متوقعة يمكن لا مش هيكون هو المناسب للنادي الأهلي وكان مناسب للنادي الأهلي فعايزة أقول له حضراتكم السي بي دلوقتي يعني ما بقاش هو هو المقياس لنجاح المدير الفني ممكن يكون سي بي على أعلى مستوى لكن على أرض الواقع عنده بعض المشاكل وعلى العكس فخلينا ننتظر وصول طبعا دلوقتي خلاص هو يمكن كمان كان أدى نهاردة تدريبات في النادي الأهلي بقعدة المدير الفني الجديد خلينا ننتظر وخلينا دايما داعمين وخلينا دايما وراء فرقتنا وخلينا دايما وراء مجلس إدارتنا لأنه هو دوت وبقول لي دا رسالة لي جماهير النادي الأهلي أنتوا يعني زي ما بنقول أنتوا رقم واحد أنتوا يعني السد المنيع للنادي الأهلي إحنا سبورت لنادينا ما عجبنيش مبارح شوية بعض الهتفات من جماهير النادي الأهلي بقال لهم علوم في الجزئية داية هتفات بعد الجوني الثالث مش دا مش لا لا مش دي سكتنا إحنا دايما دايما سبورت لولادنا ودايما سبورت لفرقتنا وقت الخسارة قبل وقت المكسب هو دا النادي الأهلي دايما سبورت لمجلس إدارتنا زي ما كان حضراتكم تبتكروا برضو رحيل فيلر المفاجئ قبل نهائي أو قبل بطولة كبيرة زي البطولة الأفريقية مع وجود مسيماني كلنا كنا سبورت لي وحقق أعتقد بطولات يعني صعب جدا يحققها خارج أسوار النادي الأهلي فكلنا بنحيي وكلنا بنرحب بالجهاز الفني الجديد كلنا بنرحب كمان وبنحيي الراجل اللي قدامكم في الصورة سامي أمصان وبندعم ريكاردو سوارز على طبعا المهمة ومش هقول مهمة سهلة دايما اللي بيقود النادي الأهلي بيكون عنده مهمة صعبة مهمة صعبة ليه لأنه نادي الأهلي نادي بطولات حتى الراجل لما تكلم قال لك أنا المهمة عندي دلوقتي رغم دي الوقت إن إحنا نفوز بالتلات بطولات لهذا الموسم بتكلم على بطولة الدوري وبطولتين الكاس كل التعاون من كابتن سيد عبد الحفيز زي إحنا شايفين والدور القادم للكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامي أمصان دور مهم جدا جدا ليه دور مهم جدا لأن الراجل أكيد هتابع من خلال بعض السيديهات بعض الفيديوهات بعض المباريات لكن على مستوى أرض الواقع هيكون الوضع مختلف تماما الدور اللي هيقوم بيه كابتن سيد عبد الحفيز يعني دور مهم جدا دور الكابتن سامي أمصان كمان دور مهم جدا بعد المهمة الصعبة اللي أدها بنجاح صاحق عنده دور مهم جدا إنه التفاصيل الصغيرة وواضح جدا من الناس اللي امتبع الراجل ده من أول ما وصل من خلال حديثه إنه بيحب التفاصيل الصغيرة وأنا دايما بحب المدربين اللي بيحبوا التفاصيل الصغيرة لأن الديتيلز الصغيرة ده اللي أنا شفت في أوروبا هي اللي بتعمل الفارق الفوارق مش كبيرة قوي ما بين لاعبين أو ما بين مدربين ولكن اللي بيحدد الكواليتي بتاع المدرب هي اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة التفاصيل الصغيرة على مستوى طبعا هو مهتم جدا جدا يعرف كل صغيرة وكبيرة وده اللي بيقول لحضراتكم الدور اللي هيقوم بكابتن سامي أمصان كابتن سيد عبد الحفيز على المستوى الإداري يعني المشكلة الكبيرة جدا جدا مش هقول مشكلة ولكن التحدي في المباريات القادمة هي إن شاء الله زي ما بقوله إحنا مسندين الجماهير مسندة محدش يحكم على المدرب ده لو كسبنا المبارياتين اللي جايين أو التلاتة تحت قيادته مش هيبقى أحسن مدرب في العالم ولقدر الله لو حصل تعصر ولا حاجة مش هيبقى أسوأ مدرب في العالم خلي التقييم عندنا تقييم مش من خلال السوشيال ميديا تقييم علمي تقييم على مستوى على مستوى العدد المباريات على مستوى الأداء على مستوى كمان المشاكل اللي موجودة عندنا من الإصابات وإصابات كثيرة جدا على مستوى الضغطات لأن اللعبة مجهدة الراجل دوت أكيد لما يزمع إن عمر السلية بيلعب ثلاث سنين بدون راحة أكيد حيجي له شك يعني عما يعرف إن لعبت النادي الآلي ما خدتش راحة من ثلاث سنين وعندها مشوار طويل جدا سواء مع النادي الآلي أو مع المنتخب أكيد حيبقى عنده صدمة وبالتالي كمان دور الراجل مدرب الأحمال حيكون كمان عنده دور مهم جدا جدا في النهاية بنقول يعني إن شاء الله بإذن الله تكون تجربة موفقة بإذن الله يكون مشروع بإذن الله لأن النادي الآلي دايما بيتكلم على مشروع واعتقاد الشخص إن شاء الله أنا متفائل بشكل كبير جدا ورسلتي للجماهير ما تحكمش بسرعة رسلتي للجماهير وكل الناس خليك داعم بشكل كبير جدا لهذا المدير الفني زي ما كنا داعمين لبيتس موسماني زي ما كنا داعمين لكابتن سامي أمصان دايما النادي الآلي وجماهير ودعمة إحنا نشوف التجربة وإن شاء الله عندنا كل الثقة في أي حد يمسك النادي الآلي أعتقد هو المكسب ليه هو إن شاء الله يحصد البطولات بشكل كبير جدا ويكون مكسب مش هقول مكسب للنادي الآلي مكسب ليه هو ولكن يكون كمان إضافة إن شاء الله للنادي الآلي الفترة اللي جاي طيب النهاردة كمان خبر جميل مش خبر جديد يعني النهاردة تواجد النادي الآلي دمن المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في أفريقيا الخاصة طبعا بالاتحاد الأفريقي لقرة القدم أكيد مش جديد على النادي الآلي ولكن هو كمان بيأكد بشكل مستمر إن النادي الآلي دايما على المصاري الصحيح دايما النادي الآلي مرشح يكون الأفضل على مستوى أفريقيا يعني في كافة المجالات بنتكلم على المجال الرياضي بشكل كبير بنتكلم على المجال الإداري بشكل كبير والنادي الآلي مؤسسة اجتماعية كمان على شكل أكتر من رائع هنتكلم في الكواليس دية كلها إن شاء الله النهاردة مع ناقدنا الرياضي وضيفنا المتميز يعني عمر صبحي هيكون مشرفنا النهاردة في المحترف طيب قبل ما نخش على الصحافة وجولتنا المعتادة في الصحافة العالمية عندنا بعض الأخبار هنستعراضها مع حضراتكم وأخبار مهمة النهاردة وحنبدأ بخبر من برشلونة برشلونة اللي وافق على بيع 10% من حقوق التلفزيونية من لليجا على مدار 25 سنة اللي جاية للسندوق الأمريكي سيكس ستريت ده مكتب استشاري مقابل ما يقرب من 207 مليون يورو برشلونة أوضح إنه من المتوقع خلال يعني مش هيحصل خسائر مادية في هذا الموسم وقال في بيان إن من هذه العملية بيحقق نادي برشلونة مكاسب رأس مالية إجمالي هذه المبالغ تقدر بحوالي 270 مليون يورو للموسم الحالي وده مهم جدا طبعا حضراتكم عارفين إن برشلونة بيمر بمشاكل مالية كبيرة جدا جدا تراكم ديون تخطت يعني حاجز المليار يورو خلال السنوات الماضية وطبعا النادي الكبير الأسباني يعني خلال الإجراءات ده يحاول يرجع تاني موضوع التوازن في النواحي المادية خبر تاني أعلن المهاجم الأسباني طبعا الفاروم موراتا تركه لنادي يوفينتوس الإيطالي مع نهاية فترة عارضه على مدى السنتين اللي فاتوا طبعا حضراتكم عارفين إنه هو مرتبط مع أتليتيكو مادريل بعقد بينتهي تلاتين ستة عشرين تلاتة وعشرين وموراتا قال عبر تواصل الإنستجرام تواصل يعني الاجتماعي إن يعني هو بيحب جدا جدا ودفعت وبيقول أنا دفعت بقوة عن ألوان هذا الفريق اليوفينتوس وسأبقى دائما مشجعا لليوفينتوس وما قالش طبعا ما حددش طبعا وجهته الفترة اللي جاية ولكن زي ما بقول لحضراتكم هو كان طالع عارة من أتليتيكو مادريد لمدة سنتين مع اليوفينتوس انتهت العارة ولسه ما يرجع تاني لأتليتيكو مادريد أو هيكون في وجهة أخرى لسه الأمور ما بنتش كده خلصنا خلاص أخبارنا وحنروح بعد الوقت نشوف الصحف العالمية قالت ايه من المحترف يلا نبدأ جولتنا كالعادة مع مركة الأسبانية اللي ركزت على مرور عشر سنوات على سيطرة المنتخب الأسباني قاريا وعالميا طبعا حجبة ديل بوسكي طبعا المدير الفني الرائع وكتبت هذا الجيل يعني أنهى العقدة صحيفة كمان اهتمت بأتليتيكو مادريد وكتبت تفعيل إعارة جديدة لجرينسمان جرينسمان طبعا في إعارة جديدة ليه من أتليتيكو مادريد سبورت الأسبانية ركزت على أغبار برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت ديمبلي ينتهي اليوم عقده مع برشلونة وبرشلونة يضغط من أجل رفينيا وليفين ديفيسكي طبعا يأمل في انهاء التعاقد مع برشلونة طيب ديبوتريفو برضو صحيفة أسبانية ركزت على اقتراب عودة لعيب برشلونة للتدريبات استعدادا للموسم القادم كمان الجريدة تحدثت عن سوق الانتقالات في برشلونة وكتبت اجتماع من أجل رفينيا وعثمان ديمبلي لا تزال الشقوق حوله وطبعا لينجت منطلوب في الدوري الإنجليزي في توتنهام نروح لطبعا صحيفة الجزيتة ديلي سبورت ركزت على عودة المهاجم البلجيكي لوكاكو لإنتر ميلا رسميا وكتبت لوكاكو يعود كملك ويغير رقمه إلى رقم 90 الصحيفة اهتمت كمان بتطورات تجديد عقد باولو مالديني في الميلا وكتبت الشيطان لا يرسل لك كل شيء نروح لانجلترا وطبعا صحيفة من الصحف الانجليزية اللي اهتمت بمصير صفقة انتقال البرازيلي رفينيا لتشيلسي وكتبت تشيلسي يعني تشيلسي يخاف تشيلسي بيخاف من فشل صفقة كبيرة زي صفقة رفينيا دلوقتي خلاص خلصنا اخبارنا وشفنا الصحف العالمية قالت ايه عندنا فاصل سريع وبعد الفاصل يعني هرجع مع حضراتكم وزي ما قلت لحضراتكم نتكلم على التطوير كيف يحدث التطوير في قطاعات النشئين على المستوى الاوروبي على مستوى الارسنال على مستوى البايرن على مستوى بارشلونة لكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مرة تانية عزائي المشاهدين تفتكر حضراتكم الحلقة اللي فاتت يوم الاثنين كنت مقدم لحضراتكم بريزنتيشن يعني بروجيكت دا او مشروع كان عن كيف تتعامل الاندية القبرى في قطاعات النشئين اما بين قصين الاكاديميات اكاديميات الخاصة بالاندية الكبيرة ازاي بيفراغوا الابطال وازاي بيطوروا اللاعبين بشكل علمي كبير جدا اتكلمنا عن اداء واهداف الاكاديميات وكنا بتكلمنا على ايكس وان ازاي ايكس كان الهدف الاساسي منه انه يطلع 3 لعيبة خلال كل 3 سنوات لازم يكون على الاقل 3 لعيبة موجودين في الفريق الاول وكمان اتكلمنا في ايكس ان حوالي 33% من اللي بيلعبوا في الدور الهولندي هم اصلا خريجي اكاديميات ايكس يعني على طريقة كمان التسويق وكمان المكاسب المادية اللي اتحققت بشكل كبير جدا جدا لأيكس من خلال الاكاديمية بتاعة ايكس بحوالي بنتكلم في اكتر من 260 مليون يورو خلال السبع سنين اللي فاتوا تكلمنا عن البودجت للاكاديميات وازاي الناس بتشتغل يعني من خلال تواجد كمان في اوروبا الاهتمام كبير جدا جدا بهذا القطاع القطاع ده بروجيكت الواحد والقطاع ده مشروع لوحده بجانب طبعا الفريق الاول البروجيكت ده الاساس بتاع انه بيقدم الفريق الاول وزاي ما بقول لحضراتك وكمان هنتكلم النهاردة عن الاندية الكبيرة الاخرى طب نتكلم على الارسنل على سبيل المثال ازاي الارسنل واكاديمية الارسنل بتشتغل عشان يعني تطلع المواهب للفريق الاول اهدافها ايه طب بتشتغل ازاي واتكلمت مع حضراتك وكمان في عملية مهمة جدا جدا ان ايكس على جزء السكاوتينج الكشفين اكاديمية ايكس زي ما قلت لحضراتك ويوم الاتنين اللي فات عندها خمسين سكاوت يعني خمسين شخص بيعملوا سكاوتينج في قطاع هولندا بس وخمسة على مستوى العالم يعني البحث عن المواهب والكشف عن المواهب محتاجة عمل كبير جدا ومحتاجة شغل كبير جدا مش بس على مستوى الاقليمي لا الناس بتشتغل على مستوى هولندا على مستوى اوروبا وعلى مستوى العالم ودول ده موجود جوا اكاديمية ايكس بشكل كبير تعالوا مع حضراتكو كمان نشوف ازاي ارسنال فريق ارسنال للانجليزي الاكاديمية الكبيرة لارسنال ازاي بتشتغل من خلال الهدف بتاحهم قدام حضراتكو الهدف بتاحهم هو يعني ازاي ننتج لعيبة للفريق الاول يعني هو ده الهدف الاساسي لارسنال محددش العدد مع ايكس محددين تقريبا ثلاث لعيبة كل سنتين مع الارسنال طبعا بنتكلم على ازاي يجهز اكبر عدد من اللعيبة للفريق الاول فارسنال فينجا طبعا ده كان يعني الهيت كوتش لفريق الارسنال كان بيتكلم ان احنا فوكس انلي على الكواليتي يعني احنا بنشوف الكواليتي وده مهم جدا احنا بنتكلم على كواليتي ولا بنتكلم على الكام بنتكلم على الكيف ولا الكام يعني انت بتطلع لعيب كواليتي محتاج قد ايه ان شاء الله تطلع عدد قليل ان شاء الله لاعب كل سنة ولكن الكواليتي مهم جدا جدا فيه طبعا اكاديمية ايكس اكاديمية ارسنال الانجليزية. نروح للصورة اللي بعديها. كمان الصورة دي مهمة جدا. واتكلمت مع حضراتكو فيها يوم الاثنين. ان للأسف هنا في قطعات النشئين بعض المدربين بيبدأ يشتغل مع اللعيبة بشكل تكتيكي في سن 10 و 11 و 12 سنة. ايكس لو تبتكروا انه الهيدلاين او حضراتكو الشريط الغامئ دوت بيقول ان اكاديمية الارسنال start of tactical work من سن 14 سنة. من سن 14 سنة بيبدأ المدربين تشتغل جزء تكتيكي. تكتيكي في فرق بين التكتيك والتكنيكال. الفني والتكتيكي. احنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا. ان فريق الارسنال بيبدأ مدربينه يشتغلوا على شكل التكتيكي من سن 14 سنة. وزي ما بقول لحضراتكو. هو كل الداة موجودة قدام حضراتكو. عدد المدربين قد ايه؟ بتتكلم على الماتشات. الماتشات شغلة ازاي؟ على حسب السن. فيه بتلعب خمسة ضد خمسة. فيه بتلعب ستة ضد ستة. سبعة ضد سبعة. لغاية عشرة ضد عشرة. وبعدين بتخش على الطبيعي. حداشر ضد حداشر. كل ده لسن معينة. طبعا اكاديمية الارسنال على حسب السن. على حسب ما بتلعب مساحات الملعب. وللأسف هنا بعض قطعات النشئين. وبعض الاكاديميات. بتشتغل مع اللعيب بدون دراسة علمية. وبالتالي هتلاقي لعيبة عندها عشر سنين. بتلعب على ملعب كبير. انت ما بتستفيدش حاجة. او بتلاقي فريق مثلا عنده 16 17 سنة بيلعب سبعة ضد سبعة. كل دوت غلط. عندنا هنا في طبعا الارسنال بيشتغلوا بشكل اكتر من رائع. نروح للصورة اللي بعد كده. الكي فاكس. الكي فاكس. يعني دوت مفتاح الحقيقة. يعني ايكس اللي بيهمه في الموضوع. انه زي ما بقول لحضراتكو. نقطة نمرة ثلاثة. 5 players in first team selected in season 2010-2011. وده النجاح بتاع الاكاديمية. يعني في موسم من المواسم. خلاص. عندنا خمس لعيبة في الفريق الاول. دول تم اختيارهم من الاكاديمية. ده كان في موسم 2010-2011. كمان بنتكلم على تاني. على موضوع السكاوتينج. الارسنال طبعا. الفوكس على السكاوتينج. بمعنى الكشف عن المواهب بشكل اكتر من علمي. وبالتالي بيوسعوا قاعدة الاختيارات. وزي ما بقول لحضراتكو. كل اكاديمية وكل مدرسة بتدور على الشكل معين من المواهب. مش اي لعيب. يبقى مثلا بيعمل دريبل كويس. او بيعمل مهارة بشكل او باخر. لكن فيه كمان معايير محددة لكل اكاديمية على حسب المدرسة اللي بتدور عليها. نروح للصورة اللي بعد كده. اه دي طبعا. زي ما بقول لحضراتكو. اهم ما في الجزئية ديت. ان طبعا. الاكاديمية قدمت خمس لعيبة للفريء الاول للارسنال. وكمان بيقول لك فيه 180 لعيب في الاكاديمية. بيتقدمه خلال السنة. نروح للصورة اللي بعديها. مهم جدا. مهم جدا. بنتكلم على ارسن فينجر. طبعا الجزء اللي تحت خالص في المربع الاخضر. مهم جدا. الفريء الاول وربطه مع الاكاديمية. بيقول لك أرسن فينجر كان بيشاهد. ترى كل مهات المزل أعلى الأولى. وعلى الآن. المدير الفني. المدير الفني. المدير الفني وعلاقته بالاكاديمية. المدير الفني للارسنال. طبعا كان مدير الفني في الوقت دو. بيقول لك هو بيتابع كل المباريات للأكاديمية للفريق التاني والفريق التالت وده مهم جدا جدا ان انت كمان العلاقة ما بين المدير الفني والأكاديمية لازم تكون علاقة مرتبطة بشكل كبير جدا جدا. نروح الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها او طبعا التلات حاجات اللي بيدور عليها أكاديمية الأرسنال نتكلم على التالنت على الموهبة بنتكلم على الزكاء وبنتكلم على الموتيفيشن أرسن بيجنجر زي ما بقول لحضراتكم بيتفرج على الماتشات دي عشان يبص على اللعيبة اللي عندها التلات نقات دول وده مهم جدا انتك بتدور على ايه انت بتدور على تالنت بتدور على الموهبة والشكل الموهبة دي يكون عامل ازاي ده مهم جدا بتتكلم على يعني الزكاء او المهارة الزكاء في الكرة اللي هو بتتكلم على بلغة الكرة كده اللعيب اللماح المختلف اللي بيعمل لك بس مش متوقع عنده زكاء جوه الملعب دي موهبة الناس بتدور عليها والجزء التالي ده كمان جزء مهم جدا الموتيفيشن الولاد الصغيرين اللي عندهم موتيفيشن عندهم روح قتالية من هو صغير ده كمان مهم جدا بيدوروا عليه في أكاديمية الأرسنل أكاديمية الأرسنل زي ما بيقولك أكاديمية كبيرة جدا بنتكلم على أرسنل بينجر بيتكلم على تلات نقط مهمة التالنت الزكاء وكمان الموتيفيشن زي ما بقول لحضراتكو كمان يعني مهم جدا نحن نعرف دوت عرفنا آيكس بيشتغل ازاي آيكس عايز تلات لعيبة كل سنتين أرسنل بيدور أكاديمية أرسنل بيدور على أكبر عدد من المواهب في الأكاديمية أو في قطاع النشئين يمثل الفريق الأول 2010-2011 عندهم خمس لعيبة من الأكاديمية كانوا بيمثلوا الأرسنل مع الفريق الأول طيب عندنا كمان عندنا برشلونة نبص كمان على برشلونة من أهم الأكاديميات في أوروبا وفي العالم برشلونة يعني بتقدم مش هقولك مشروع لأي حد عايز يكشف عن المواهب لكن طبعا مهم جدا نحن نعرف كمان الهدف من أكاديمية برشلونة يعني هو كمان بيكلم أنا مش عايز واحد ولا اتنين ولا تلاتة أنا عايز معظم لعيبة الفريق الأول تكون خريجة الأكاديمية بتاعتي معظم اللعيبة ده بنتكلم مع حضراتكو في المين في المين جول بتاعنا ده الهدف الرئيسي هدف برشلونة نتكلم على معظم معظم لعيبة الفريق الأول بتشتغل من خريجي الأكاديمية نروح للصورة اللي بعديها لو تفتكروا الارسنال كان بيشتغل ازاي الارسنال كان بيشتغل سن 12 سنة بيبدأ المدربين يشتغلوا على الجزء التاكتيكال هنا في برشلونة المدرسة مختلفة برشلونة بيبدأ التاكتيكال وارك من سن 8 سنين عشان أعرف حضراتكو اختلاف المدارس اختلاف المدرسة الانجليزية بتشتغل ازاي المدرسة الانجليزية ما بتهتمش او مش هقول ما بتهتمش لكن بتدي دروس تاكتيكال في سن 12 سنة الأكاديمية الأسبانية بتقدم التاكتيكال المستوى التاكتيكي لعناصر من الولاد اللي عندها 8 سنين برضو الفورميشن اتكلمنا عليه برضو مهم جدا طريقة اللعب طريقة اللعب كانت في برشلونة أو في الأكاديمية بتعتمد على 4-3-3 اللي هي طريقة الفريق الأول لبرشلونة المعتادة اللي كلنا عارفينها طريقة 4-3-3 وبذلك للربط مهم جدا الربط ما بين الفريق الأول والأكاديمية عن طريق اشراف المدير الفني بنفسه على الأكاديمية والفرق الفريق الشباب والفريق اللي قابليه ده مهم جدا طريقة اللعب لازم تكون كل طرق اللعب موجودة في الأكاديمية طبع يعني فكرة ووجهة نظر وطريقة لعب المدير الفني للفريق الأول ده مهم نروح للبعديها تاني ده طبعا بنتكلم على أكاديمية برشلونة خرجت مين يعني خرجت أسماء مين بنتكلم على أسماء كبيرة جدا جدا لعبة على مستوى الشامنزليج على مستوى العالمي بنتكلم على يعني فيكتور فالديز بنتكلم على ميسي بنتكلم على جافي بنتكلم على فابريجاس بنتكلم على رافينيا بي بي بنتكلم على تياجو موتا بنتكلم على بيدرو بنتكلم على تياجو ألكانتارا بنتكلم على سيرجيو بوسكتس بنتكلم على أسماء كبيرة جدا جدا خرجت هذه الأكاديمية العظيمة أكاديمية برشلونة وإزاي الأكاديمية دي خرجت كل هؤلاء النجوم والنجوم دون على مستوى المنتخبات على مستوى الأندية حققوا التشاملزليج حققوا كاس العالم حققوا كل البطولات فالبداية مش من فوق البداية والتصحيح مش من فوق اللعيبة اللي قدام حضراتكو دي اتعلموا وتدربوا وتأهلوا وتطوروا خلال سنوات طويلة جدا جدا أسماء كلها عظيمة على رأسها ميسي ميسي موهبة جبيرة جدا جدا ولكن التطوير حتى للموهبة ده شيء مهم جدا وأكاديمية برشلونة قدتنا نمازج عظيمة لهؤلاء اللعبين وكيفية التطوير نروح للصورة اللي بعد كده ده ده مختصر طبعا ده يقولك لمسية طبعا ده اسم الأكاديمية الأسبانية اللي برشلونة ميدل كوليكشن ده سموهم كده الحاصلين على الميداليات الناس الأسماء اللي قدام حضراتكو اللي أنا قلتها قبل كده كلها حصلت على ميداليات سواء على مستوى على مستوى الفريق الأول على مستوى المنتخبات على رأسها طبعا ميسي والأسماء العظيمة اللي احنا شفناها بشكل حكرا من رؤى شفت حضراتكو اختلاف المدرس عامل ازاي؟ يعني شفت اختلاف المدرسة وده مهم جدا مش اي حاجة تدرس او تديها للولد اللي في الأكاديمية الأرسنال بيشتغل تاكتيكل في سن 12 سنة كل الفرق اللي تحت 12 سنة مفيش حاجة اسمها تاكتيكل مفيش لسه التاكتيكل قالك لا ده بعد 12 سنة يبدأ ياخد التاكتيكل لكن عندنا أجزاء مهمة جدا لقبل 12 سنة يجي برشنو يقولك لا أنا مدرستي مهتمة جدا بالتاكتيكل مهتمة جدا بالنواحي التاكتيكية وبالتالي لا أنا درس الولد اللي عنده 8 سنوات أدرس له من هو عنده 8 سنين إزاي يشتغل في الجزئية دي اختلاف المدارس برشلونة بيقولك أنا بشتغل الأكاديمية بتشتغل عشان يكون معظم معظم اللعيبة بتاعتي اللي موجودة في الفريق الأول هي خارجة الأكاديمية أرسنال يقولك لا أنا عايز أكتر عدد معين لكن مش ههتم بأن كل الفرقة تكون موجود من الأكاديمية آيكس بيقولك أنا عايز 3 لعيبة خلال سنتين الأهداف مختلفة فكمان عندنا اللي جاي كمان أعتقد عندنا باير ميونيخ طيب يعني زي ما بقول لحضراتكم الأهداف مختلفة أنا بقول ده ليه عشان نبدأ نربط الكلام دوت لو إحنا عايزين نعمل مشروع ودايما الناس بتتكلم على مشروع تطوير القرى المصرية أنا بدي نموذج أنا بدي نموذج يعني أنا بدي نموذج إن إحنا إزاي نشتغل والنموذج دايما لما تيجي تعمل مشروع تبص لمن عمل نفس المشروع بنجاح كبير جدا وتبدأ تاخد منه مش هقول لك تعمل copy paste لا تاخد منه الناس دي بتشتغل إزاي ونقطة مهمة جدا حاجلها لحضراتكم إن المدربين اللي شغالين في هذه الأكاديميات أو قطاعات الناشئين دول معاهم الweefa license ال-A وال-Pro ال-A وال-Pro حاجلها لحضراتكم لإن الناس بتتكلم مدرب قطاع الناشئين دوت يعني واحد لسه معتازل شوية عنده خبرات في الكرة فيبدأ يمسك فرقة ويدربها لا لا الكلام ده مش موجود هناك انت على الأقل يكون عندك ال-A license على مستوى الشباب ده في أكاديميات بتقولك لازم يكون عندك ال-Pro license ال-Pro اللي يمكن في مصر ما فيش حد عنده ال-Pro license غير عدد قليل جدا من المدربين حتى مدربي الفرق في الدور المنتز ما عندهاش هذه الرخصة الرخصة دي لازم تكون موجودة علشان يدربوا في الأكاديميات ويبدأوا يطوروا اللعيبة نروح نشوف باير ميونيخ على مستوى القرى الألمانية ازاي بيشتغلوا هنا بيقولك طبعا يعني هو بيتكلم على top quality top quality وكمان يكون موجود الألماني احنا بنتكلم على جزئية مهمة جدا وان طبعا تاني انه يكون عنده الأولوية للعب للفريق الأول لباير ميونيخ طبعا بيتكلم على top quality وزاي ما عارفين الباير دايما عنده فريق على أعلى مستوى والخريجي بنتكلم على توماس مولر بتتكلم على توني كروز بتتكلم على نوير بتتكلم على كلها نجوم كبر جدا خريجي هذه الأكاديمية تشوف الصورة اللي بعديها الصورة اللي بعديها المدرسة الألمانية بتبدأ التكتيكال ووركس مع 11 سنة يبقى تتكلمنا على أرسنال بتتكلم على أرسنال بتبدأ من 12 سنة بتتكلم على بارشلونة من 8 سنين المدرسة الألمانية بتشتغل مع الولاد اللي عندهم 11 سنة في جزء التكتيكال وورك 4-4-2 ده الجزء اللي الأكاديمية الألمانية باير ميونيخ بيشتغلوا عليه تقول لي ده دلوقتي ما بلعبوش 4-4-2 يعني في جزء من في المشروع دوت كان بلعبوه 4-4-2 وخلي بالكو 4-4-2 ومشتقاتها يعني وارد جدا يبقى 4-2-3-1 أو 4-4-2 فلات أو دايمون على أساس ان انت بتشتغل 4 في الدفاع لكن الاربع الموجودين مش فلات 4 بيشتغلوا واحد مرتكز واحد على يمين واحد على شماله واحد قدام واثنين رأس حربة كمان دي مدرسة مختلفة كمان زي ما بقول لها حضراتكو تاني بيركز جدا على 7 ضد 7 لغاية 10 سنين وبعدين يبدأ من 11 ضد 11 لما يكون الولد عنده 11 سنة أو 12 سنة يبدأ يدخله فكلها مدارس مختلفة كلها مدارس مختلفة وزي ما بقول لها حضراتكو مهم جدا ان انت تهتم بالقطاع دوت يعني للأسف قطاعات كتير يمكن عندنا في النادي الأهلي الحمد لله مهتمين بشكل أكتر من راعب به خليني نفسك تكون أكاديمية النادي الأهلي الأهلي أكاديميز زي برا القطاع الناشئين ماشي لكن اه احنا عندنا أكاديمية النادي الأهلي دول للبرائم لكن كمان نخلي الصورة مختلفة ونشتغل او بدأنا نشتغل بالصورة اللي حضراتكو شايفينها ان يكون عندك عندك الهدف التارجد ايه الهدف الأكاديمية عندنا في النادي الأهلي لازم يتحضي الهدف لازم كل سنة على الآل اتنين موجودين من قطاع الناشئين او من الاكاديم دي يكونوا موجودين في الفريق الأول طريقة اللعب لازم كل طريقة اللعب يتوحد من كل الفرق ان يكون عندك طريقة اللعب واحدة مين اللي هيحطها المدير الفني للفريق الأول عايز تلعب اربعة اتنين تلاتة واحد كل القطاع يلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بمشتقطها يعني ممكن ده اللي يتعلمه للولاد لكن ممكن وارد جدا تقلب في المبراءة اربعة تلاتة تلاتة وارد اربعة اربعة اتنين وارد لكن الاساس هو اربعة اتنين تلاتة واحد عشان الولد لما يطلع يلعب في الفريق الأول خلاص هو مش محتاج يشتغل تكتك خلاص هو عارف الوزيشن أنا بدافع إزاي بهاجم إزاي بقف إزاي فكل دوة يعني بقدم لحضراتكم دوة علشان نحط رجلين على الطريق الصحيح ده بروجيت وده بريزنتيشن كان صغير ولسه إن شاء الله يعني هنا في المحترف بإذن الله عندنا حاجات كتيرة جدا جدا على مستوى التطوير إذا كان على مستوى المدربين أو على مستوى اللاعبين هنقدمها هنا لحضراتكم إن شاء الله كل الخير لطبعا نادينا النادي الأهلي والكرة المصرية نطلع فاصل سريع ومعانا طبعا نجمنا يعني عمر صبحي هيتكلم معانا النهاردة في حاجات كتيرة جدا جدا نتكلم عن النادي الأهلي عن المدرب الجديد وهو شايفه إزاي هنتكلم كمان على النادي الأهلي المرشح بقوة يكون أفضل نادي في أفريقيا وده مش جديد عن النادي الأهلي غير ملفات أخرى كثيرة بعد الفصل أهلا بحضراتكم وبرحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا النهاردة في المحترف المتميز عمر صبحي المرحب به دايما ومنورنا دايما فيه المحترف عمر مساء الخير عليك مساء الخير على حضراتك كابتن آني وبرحب بحضرتك وبرحب بكل جمهير النادي الأهلي بنورنا عمر دايما وعندنا ملفات كثيرة النهاردة خلينا الأول أتكلم معاك على المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بنتكلم على مدير الفني برتغالي النهاردة كان متواجد في النادي الأهلي كابتن القطيب قبله وكل الجهاز عايز أخذ رأيك في عملية السوشيال ميديا قبل ما نخش على الجزئية داي الناس بدأت تقيم المدير الفني أولا بالسي في بس بدأت تقيم المدير الفني الناس بيطلع على اليوتيوب بدأ بيلعب 4-2-3-1 ولا بيلعب 3-4-2 ولا 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 بدأ الناس تقيمه من قبل حتى ما تشوفه يعني عايز أخذ وجهة نظرك في الحتة دي إمتى فعلا يعني نقيم الناس بعد ما نشوفهم يعني لا يا كابتن وبخصوص السوشيال ميديا هي بوزة حاجات كتير جدا جدا في كرة القدم السوشيال ميديا بقت تتحكم في إقالة مدربين وتعيين مدربين السوشيال ميديا بقت تتحكم في أسليب ولعب وطرق مدربين الجماهير في السوشيال ميديا مين يعني مين اللي انت هتروح له في السوشيال ميديا تلاقي بيكتب حاجة معينة على المدرب أو بيقيمه أو هيقيمه على أساس إيه السوشيال ميديا بوزة كتير أو في كرة القدم السوشيال ميديا بالله دلوقتي صفحات بعينها بتدعم لعيبة بعينها أو بتنتقد لعيبة بعينها أو بتهاجم أندية لأغراض أخرى خالص خير كرة القدم هي دي من خليني أقول لحضرتك برضو أن دي أحد أسباب عدم تواجد الجماهير في المدرجة وطرق السوشيال ميديا بقتها الرد الفعل الأول للجماهير أن أنت تخش على السوشيال ميديا تكتب حاجة بس أنا على أي أساس هاخد الفيدباك من بتاعي من السوشيال ميديا بالزبط يعني هل اللي هيكتب على السوشيال ميديا ده درس أو تابع أو شاف بغض النظر المدارب حلوة أو وحش نعتبره أنه وحش طب بس اللي كتب على السوشيال ميديا ده شاف وهو حلوة أو وحش هو قيمه إزاي وعلى أي أساس يقيمه بشكل أو باقر أنا دايما بنقول عندنا مشكلة في عملية التقييم دي أنا في مصر بقالنا فترات طويلة وعندنا حتى أنا قلت في الإنترو عمر خلينا نستنى ونشوفه حتى لو أول ماتشين ثلاثة كنا شكلنا حلو قوي وكسبنا مش ده معناه النجاح المتواصل ولقادر الله لو مش لسه مش فائين ده مش معناه الفشل خلينا ناخد التجربة زي ما الناس بتشتغل بره تجربة عايز أعرف رأيك في هذه التجربة وقدوم ريكاردوس سواريز ليه النادي الأهلي بص يا كابتن هو النادي الأهلي بينجح أي مدر والنادي الأهلي بينجح أي حد يعني ممكن نجيب جوزي مورينيو في الدورة المصري بس ما ندله مقاومات النجاح اللي ممكن ينجح بيها فهيفش لكن النادي الأهلي عكس كده تماما النادي الأهلي أي واحد بيدخل للمنظومة بيكون عنده سهل جدا أنه ينجح حتى لو مقاومات الناجاح عنده مش 100% صحيح لأن هو ده النادي الأهلي وده السستم اللي وضعه النادي الأهلي النادي الأهلي مش في اسم أو اثنين أو تلاتة للنادي الأهلي عنده منظومة. نعتبر أن بكرة الصبح ما فيش مدير فني. يندير اللي أكمل وبيكسب. وبينفس على ثلاث بطولات. يقول إذا إيه مدير الفني قلت في نص الموسم. فلا أحنا ما أحنا لنفس على البطولة دي. أو هنفس على البطولة فرانياً. أول حاجة هوينادي الجديد. ثانية حاجة، الندي القديه عنده لجنة تخطيط. الألغة التخطيط دي بتختار العناصر الفنية التي يمكن أن المدرب يكمل بهم الموسم. بمعنى إيه؟ في أي نادي أخر أو في أي دورة تاني يجي المدير الفني يحط شروطه ده أنا عايز واحد اتنين ثلاثة أربعة بعدها بمطشير المدير الفني يمشي فالاختيارات اللي هو اختارها ده يجي المدير الفني اللي بعد يقول لك لا ده مش عجباني النادي الأهلي مفيش كده لأن النادي الأهلي عنده لجنة فنية بتقيم الاختياراته بتقيم اللاعبين وعلى أساسها بيتم إمداد النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي بالإحتياجات الفنية اللي الفريق محتاجه مش المدارب محتاجه أول على العكس كمان يا عمر يعني ممكن مدير فني ييجي يقولك أنا مش عايز اللعيب ده مش محتاجه لا انت في الوقت دوت اللعيب ده أسد ده ملك للنادي بالزبط فممكن جدا يقولك لا أنا مش عايز اللعيب ده وبالتالي احنا مش النادي الأهلي يقول اه انت مش عايز ده حنمشيه لكن ده أسد لأن ده ملك للنادي ده أساسيات بالزبط بالزبط بالإضافة لكده أن النادي الأهلي بيدي له مقومات الاستقرار والإدارة النجحة واستقرار في اللاعبين على المستوى المالي والمادي والنفسي ومعه مدير كورة قوي زي كابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو بيخلي اللعيبة في أوقات معينة تركز على دافع معين أو على بطولة معينة فريكاردو سواريج جاي وعنده كل حاجة مهيئة أنه يفوز بالبطولة هنا بقى بيتم التقييم علشان كده النادي الأهلي هو مؤسسة نجحة في إدارة ده يعني إيه بيتم التقييم؟ بيتم التقييم بعد سواء الفوز أو الفشل في الفوز ببطولة أي أن كان الأهلي بيلعب دايماً على المركز الأول والمركز الثاني بالنسبة له فشل صحيح فبالتالي أن أنت تكسب البطولة ده العادي وأن أنت تخسر وتطلع مركز تاني حتى لو تلعطها بأداء جاي جداً ده فشل ليه؟ لأن النادي الأهلي موفر لك كل عناصر النجاح طبعاً سواريج بيلعب 4-3-3 بيلعب بشكل هجومي بيضغط ضغط عالي بيلعب بالبكات طيرين طبعاً أنا عايز أسألك في النقطة دي يا عمر دلوقتي إحنا بنتكلم هو الراجل بيلعب 4-3-3 خلينا نتكلم على لو أنا مدير فني جاي وأنا طريقة لعبي أو الطريقة المحببة ليا يعني أكيد فيه مرونة تكتيكية يعني بيلعب بطريقة مختلفة لو أنا بيلعب 4-3-3 وجيت لقيت الأماشة اللي عندي أو اللعيبة اللي عندي الإمكانيات تسمح أن أنا ألعب 4-2-3-1 أفضل أو 4-4-2 أياً كان أبدأ أشتغل على العملية دي إزاي يعني إزاي أبدأ أشتغل على العملية دي هل أستمر ووظف اللعيبة بشكل أو بآخر على سبيل المثال زي ما كيروش جيه نكوننا بنلعب 4-2-3-1 لا كيروش جيه أنا بلعب 4-3-3 وبدأ يوظف اللعيبة في أماكن مختلفة شوية يعني في بعض المباراة خسرتنا النقاط كيف يتعامل يعني ريكارد سواريز مع هذه الجزئية اللي أنت بتتكلم عليه والله هو فعلا المدير الفني أول حاجة بيجي بينزل الملعب بيبصه وعنده إيه اللعيبة أو إيه الشكل اللعيبة المنطبية أنه هو يختارهم في الملعب على أساسها بيتم تقييم القطة اللي يلعب بيها ودي بابدء الفروق الفنية للمدرب يعني أنت عندك واحد زي بيب جورديولا هو ده أسلوبه دي طريقته وبيختار اللعيبة على أساسها بس جورديولا عنده المؤسسات اللي تقدر تتكلم برابا عليك أنا عايز ده عشان يخدم لي لكن عندك مورينيو هو بيلعب بالشكل الإسلوب اللعيبة اللي عنده وبالطريقة الدفاعية اللي تقدر تخرجه من المباراة مش خسران يعني هو طريقة مورينيو أو اسلوبه إنه هو عايز يخرج من المباراة مش خسران وده أقرب حاجة للفوز لكن جورديولا عنده الطريقة اللي هو الإسلوب الهجومي اللي دايماً بيلعب به اللي هو بيضغط من قدام وعنده كل عناصر النجاح أو كل المؤسسات عنده المؤسسات اللي تقدر تدفع عمر هكمل معك لأن النقطة دي مهمة جدا كمان إزاي يعني ريكاردو سوارز هيتعامل في الفترة اللي جاية ودور كمان الكابتن سامي أمصان في الفترة اللي جاية ده كمان مهم جدا هنقشوا مع عمر بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية عمر قبل الفاصل كنا بنتكلم على ريكاردو سوارز طبعا مدير الفني لنادي الأهلي وانت قلت لي بيلعب 4-3-3 وانا قلت لك يا طرح يستمر في طريقة اللعب دا أم هيشوف أدواته الأول هيشوف اللعيبة إمكانياتها إيه وممكن يكون فيه تغيير في طريقة اللعب زي ما قلت لحضرتك دي إمكانيات فنية لمدير فني بمعنى إمكانيات فنية يعني هو لازم يكون عنده التطور الكافي للأساليب الفنية اللي تخصه اللعبين بمعنى أن انت عندك في الموسم بتلعب حوالي 6-60 ماتش أو 60 ماتش في الموسم سواء كاس أو كغير البطال أفريقيا أو دوري أو سوبر فانتا من الاتحاد الأفريقي ومن الاتحاد المصري بيتم كويت 35 لعب لو ما تيجي تشوف جوارديولا بيكون عنده في الأيد مثلا 25 لعب تلاقيه مستخدم من 25 لعب دول 26 بالشباب ولا 27 بالشباب في مصر بتيجي تشوف الأهلي عنده 35 لعب الدكة زي الأساليين بس بتلاقي الموديل الفني مستخدم منهم 18 لعب بس أو 17 لعب بس فدي لازم الموديل الفني الجديد يكون جاي لأ وعنده تنوع في الخطة وعنده استخدام لكافة اللعبين بالأشكال المتنوعة للخطة وده اللي بيوفروا له النادي الأهلي يعني لو جيت بص على دكة النادي الأهلي هتلاقيه أقوى دكة موجودة في الدوري المصري وفي أفريقيا عندك اللاعبين اللي موجودين عددك بره يلعبوا أساسيين يعني أنت الأهلي عنده أقوى مهاجم في الدوري وعنده تاني أقوى مهاجم في الدوري محمد شريف وحسام حسان وعنده أقوى وينج وثاني أقوى وينج وعنده حمدي فاتح وعمر السلية وقاليو ديانج أحسن ثلاثة ميدفيلدر في مصر وعنده بدر بنون وياسر إبراهيم ورمي ربيعة وأيمن أشرف وي 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 وأسماء كتير قوي محمد عبد المنعم ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي محمود متولي ده لو خد فرصته الحقيقية تحت استشفاء حقيقي ليه هيبحث المدافع في الدوري المصري لأن محمود متولي فعلا عنده إمكانيات بدنية وي على المستوى الدفاعي هايلا هايلا لو كنا شايفينه مع الإسماعيلي كان لعيب أكثر من رائع فلازم المدير الفني اللي جاي يكون عنده تنوع في الفكر وتنوع في التك تيك اللي هو يقدر يخرج به المية في المية من كل اللاعبين شفنا أكرم توفيه كان أصلا في الناشئين بيلعب ميدفيلدر بيلعب نص ملعب دفاعي لكن لما راح في الباك يمين وتطور في الباك يمين وبقى هو الظاهير الأيمن الأساسي المنتخب مصر وليل نادي الأهلي لأنه تطور في الجزئية دي ولعيبة كتير على نفس المنوال ولعيبة كتير على نفس الشكل حسن الشحك كان باك يمين أصلا دلوقتي هو يمين فهو تغيير اللاعب وتغيير نمط اللاعب واستخراج الأفضل فنية من اللاعب هو ده إمكانيات مدير فني ويتطور لمدير فني أنت شايف إيه أهم جزئية لازم يصلح فيها في فرقتنا النادي الأهلي يعني سوارز يشتغل على إيه ويشتغل على إيه سريعا جدا الفترة الجاية عشان يحسنها إيه النواقص اللي عندنا اللي أنت شفتها خلال يمكن أربع خمس منشاط اللي فاتوا أو على مدار الموسين خلينا نتكلم بصراحة جابت أنه يعني مش عايز حد دا من الكلام إحنا خسرنا كتير جدا نفسيا نفسيا آه يعني أول حاجة المفروض يعاد هيكلتها في النادي الأهلي أو يعاد المدير الفني يشتغل عليها هي عودة اللاعبين نفسيا لأن انت خسرت كتير جدا من اللاعب على المستوى النفسي يعني إيه على المستوى النفسي لعيب كنت بتنزله في الديئة تسعين وعايزه يكسب من المطش فرق اثنين مثلا لعيب كتاني ما تديكيش فرصة كاملة في المشاركة وهو كان الأحقي بيها لعيب تاني ابتدى يفق أو يعني بدون ذكر أسماء لعيب ابتدى نجوميته تزداد نوعا ما فهو نجوميته مش قد إمكانية اللادي الأهلي فده أثرت عليه نفسيا فبدأ يتصاب كتير من كلامك ده عمر قادر أقول أن احنا لسه مزلنا هنا في مصر عندنا قصور شوية في عملية يعني نتكلم على صف كبير جدا حوالين المدير الفني ولكن يعني قصنا هو يعني الجزئية دي بتتكلم على المسؤولي النفسي أو مش هقول دكتور نفسي لكن هي عملية أن يكون فيه حد متابع نفسيا حتى على مستوى أوروبا الناس شغالة كده عشان تكونوا عارفين يعني في أوروبا فيه واحد متخصص نفسيا بيتكلم في النقاط دي لما بيلاقي لعيب أو الكرب بتاع اللاعب بدأ ينزل لأ بدأ هيتكلم مع المدير الفني لكن كمان بره الملعب يتكلم مع أخصائي نفسي يشتغل عليه يقوله تعمل إيه وده مش عيب للأسف لسه عندنا في مصر الثقافة يعني هو يعني اللعيبة مجنين يعني للأسف بناخدها بهزار لكن ده جزء مهم جدا وانت اتكلمت فيه بشكل أكتر من رائع ده مهم فعلا ما يا كابتن ما هو دي جزء من شغلانتنا ازاي ما هو النفس ده مش بس ان هو مد وحش فبينزل لعب وحش لا هو النفس ده ممكن في ارتقاء في الكورة الاشارات بتاعة مخ توصل للرجل غلط تنزل تجيبه أكيلس ولا صليبي ما هو ده النفس يا كابتن ممكن لعيب يكون نجوميته زي ده الناس بتمشي تسلم عليه في الشرع وهو مش قد نجومية النادي الأهلي بينزل كل مطشو متوتر ممكن الضغوط تأثر عليه كل مطشو متوتر هتاخد من لعيب كل مطشو متوتر هتاخد من لعيب كل مطشو متوتر عايز ينزل يدي أكتر من اللي عنده فمش هتعرف تطلع منه حاجة هو ده النفسي فللأسف للأسف في مصر ما بنشتغلش الحتة دي وزيادة على كده فيه ناس فقط تتثقة في نفسها يعني بالإضافة لأن الناس عندها ثقة زيادة في نفسها أو خدت نجومية مش نجوميتها لا ده فيه ناس في النادي الأهلي فقدت الثقة في نفسها أو فيه لعابين في النادي الأهلي فقدوا الثقة في نفسهم فلازم المدير الفن الجديد لا يدي الفرصة يشوف من أوله يديد ويدي اللعيبة وعنده كتير وعنده كتير وشوفنا يعني ان شاء الله أكرم خلاص المفروض رجع بعد أسابية عنده لعيبة زي محمود متولي المفروض رجع عنده بدر نبانون المفروض رجع عمار حمدي المفروض يعني يقرب يرجع في مجموعة لكن برضو السؤال اللي هسألوا لك قبل ما نطلع فاصل إيه الجزء الفني اللي انت شايف أنه لازم يتصلح بسرعة جدا في فرقة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية لازم يشتغل عليها بشكل كبير للمدير الفني الجديدي الجزء الدفاعي جزء الدفاعي جزء الدفاعي احنا شفنا في الفترات الأخيرة النادي الأهلي عنده مشكلة دفاعية كبيرة جدا سواء في التخطية العاكسية سواء في التمركز سواء في التكاف في الارتقاء لخروج الكرة سواء في نقل الكرة من الدفاع لنفس الملعب دي النادي الأهلي فيها عنده مشكلة كبيرة جدا احنا بنشوف المدافعين بالمفروض مدافعين كبار وبيلعبوا أسيين منتخب مصر ولكن مش قادرين يقال الراجل الكرة ماتش يسموها ثلاث أخطاء بسبب ميس باس ميس باس دي مش شغله مدرب مش شغله أي حد مش شغله لعيب انه هو مركز ويشتغل على نفسه يعني إيه ميس باس تروح ثلاث مرات لمهاجمين لفريق سموحة ومنها من ثلاث أخطاء يجي ثلاث أهداف ده انت بتلعب فريق كبير النادي الأهلي النص فرصة المفروض تيجي جون مالين نقطة قلت اللي عاكلمت فيها النص فرصة اللي عليها تيجي جون لأن المهاجم اللي بيلعب ضد النادي الأهلي عارف انه مش هتجيله فرصة كاملة عارف انه هتجيله نص فرصة عايز يستغلها صحيح والنقطة التانية كمان عايز أدفها ان احنا بنخلق فرص كبيرة جدا جدا للتهديف ده في حد ذاته شيء رائع انك تخلق كم الفرص ديت في مباراة واحدة بكلم على مباراة سموحة لكن الصعب بقى او اللي يحزن زي ما بيقول انك ما تقدرش تسجل من الفرص الكتير اللي ضايع فانت شايف برضو عندنا دفو في الحتة ديت ان احنا بنخلق فرص ده شيء عظيم لكن ترجمة ده النفس التانية يا كابتن دي اللعيبة اللي فقدت ثقة في نفسها لازم المهاجم يكون مواصق في نفسه وواصق ان هو يخش محمد شريف اول مجلد نادي الاهلي كان بيسجل من نص فرصة حسام حسن كان حسن مهاجم في مصر قبل ما ييجي النادي الاهلي وقبل ما يبتدي ثقته في نفسه لما اللعيب يعني بشوفنا برشلونة كان في عندك 11 لعيب في الملعب كل ما تش عايزين ينزلوا يثبتوا نفسه برشلونة عملتش ايه حاجة خسرت ايه الموسم كله وما طلعتش بالطولة برغم انهم كلهم عندهم امكانيات امكانيات عيلة جدا وبيلعبوا في منتخب اسبانيا وبيلعبوا في السين وكمان بيلعبوا كويس جدا فلازم اللعيب لما يكون عايز يثبت نفسه كل مطش مش عمره ما يتأخذ منه حاجة فانت لازم تديله على المستوى البدني وعلى المستوى النفسي ما يؤهله انه هو يبتدي يلعب عادي طبيعته فهيبتدي يسجل زي محمد شريف وحسن حسن ده بأكد لسه كنت بأتكلم معاك في موضوع لوكاكو يعني انا برضو انت دخلت في نقطة مهمة جدا ان على مستوى اللعيبة الكبيرة كمان بتتكلم على حجم مهاجم زي لوكاكو النجاح الرائع مع الانتر وفوز بالسيريا ا ثم العودة للشيلسي وطوخل وعدم الثقة فيه وبالتالي فقط الثقة في نفسه فقدى اداء واحش فارجع تاني للانتر مهمة جدا تتكلم على الطوب بلاير يعني تتكلمش على لعيبة كمان على المستوى المحلي تتكلم على طوب بلاير في العالم لوكاكو في الدور الانجليزي صفر في الدور الإيطالي احسن مهاجم يعني تغيير تغيير فعلا مش ممكن ليه هو الموضوع نفسي موضوع نفسي اكتر منه بدني سقة مدرب واتيتيود لعيب انطباع لعيب عن الدور اللي بيلعب فيه وامكانيات لعيب في تقديم الدور اللي بيلعب فيه وهو عارف ان هنا فريم اعتمد عليه بالشكل فلاني وعارف ان هنا مدير فني مش بيحبه او مش عايز يعتمد عليه حمد المشكلة معنا بالضبط طيب تعال نروح لملف تاني خالص ترشحات الفيفا طبعا ليه افضل نادي في افريقيا ليه عشرين اتن وعشرين اكيد التسعة عنديها بجانب النادي الاهلي مرشحة للفوز بهذه الجائزة جائزة افضل نادي في العام العشرين اتن وعشرين تشايب فرص النادي الاهلي ازاي مع وجود اندية كمان على مستوى عالي جدا حياء كابتن هو الاتحاد لفريق الكورت القدم يعني يعني مش عشان انا في قناة النادي الاهلي ولكن النادي الاهلي فعلا فعلا ومحمد صلاح اتظلمه لعدم اقامة الحفلة دي في اخر موسمين لان تم الغال حفلة بسبب كورونا والاسباب مدية اخرى يعني النادي الاهلي بشكل او باخر فعلا اتظلم لان في الموسمين اللي فاتوا كان النادي الاهلي هياخدها من غير من غير اي نادي يكون منافس لي ولو حتى منافس عن قرب ولكن حتى الان يعني لازم الاهلي يكون موجود في افضل طبيعي ده عادي بالضبط يعني طبيعي يعني لو ما اخدوش النادي الاهلي هياخدو بي لا وجود تلات اندية مغربية يعني منتكلم على الرجاء وتتكلم على الوداد وتتكلم على نهضة بركان تشايف تشايف الكيرف رايح خلاص على مصال افريقي للاندية الافريقية يعني لازم كمان نعمل حسابنا للجزئية دي مهمة جدا لو في بعض الناس بيشتغلوا على الجزئية دي ان السيطرة الافريقية تبقى للمغرب لازم احنا كمان نشتغل على دوت بقصص علمية ولازم نحضر نفسنا بشكل كويس لا احنا فقدنا السيطرة على الاتحاد الافريقي مصر فقدت السيطرة بشكل كامل على الاتحاد الافريقي وده مش من دلوقتي لأدام الزوين ابتدى يأثر دلوقتي يعني بمعنى بشكل أو باخر خلينا نتكلم استضافة المغرب لمباراة نهائي دوري ابطال افريقي نعتبر ان الاتحاد المصري كان قدم هو فشل من الاتحاد المصري لعدم تقديمه لاستضافة المباراة لكن نعتبر ان اتحاد المصري كان قدم ونعتبر ان المغرب هتقدم معنا فهيجي في الاخر المكتب التنفيذي هيصوت على استضافة مصر او المغرب للحدث كمين اللي هيكسب كان المغرب اللي هيكسب برضو ليه لان مصر فقدت السيطرة على الاتحاد الافريقي المغرب يا كابتن هاني بتصرف على 26 اتحاد من اتحادات المحلية في افريقي بتصرف عليهم ازاي بتصرف عليهم من معسكرات من تحضيرات لمنتخبتهم من مباريات ودية لانديتهم من معسكرات لانديتهم من عزمات وغيره 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 في المغرب هو ده اللي المغرب بتسيطر به على الاتحاد الافريقي المغرب بتقدم كل حاجة لأكتر من نصف اتحادات القرى فبالطبيعي يكون الأصوات القرى رايحة للمغرب دور الاتحاد المصري فين دور القائمين على العمل الرياضي ده اللي بكلمك عليه برضو يا عمر احنا كل الاحترام لدولة المغرب الناس بتشتغل لصالح بلدها بالزبط ده شابوه ليهم ده لا يعيبهم لكن انا بتكلم ان احنا لازم كمان على المستوى الاتحاد الافريقي لازم ناخد خطوات ونسبق شوية لان الموضوع مع الوقت هيبقى صعب خلينا نتكلم ترشحاتك تفتكر مين هيفوز طبعا يعني بنتكلم على برضو اقولك الاندية نتكلم على الوداد البيضاوي الرباء ونهد البركان من المغرب نتكلم على اورناندو من جنوب افريقيا اهل طرابلس والاتحاد من ليبيا مازنب الكنغولي بيترو اتليتيكو الانجولي وفاق ستيف الجزائري طبعا بجانب النادي الاهل المصري شايف ممكن تروح لمن والله انا بالنسبة لي طول ما يعني بصلا عندي اقتناع في حاجتين طول ما الاهل بيلعف افريقيا فالمفروض هو احسن نادي وطول ما ميسي بيلمس كروت القضب فالمفروض هو احسن لها جدع جدع من نسبة لي كده انا مواقع ولكن وقعيا تقريبا يعني اعتقد انها الوداد هيخدها لان هو يعني بطل دوري ابتال افريقيا بجانبه اعتقد كمان كسب الدوري المغربي اه كسب الدوري المغربي بس على فكرة الرجاء متفوق متفوق بشكل فنيا اكبر بكتير من الوداد يعني بس الرجاء للأسف قابل الاهلي في نص النهاية فالاهلي قدر يخرج الرجاء فعلشان كده الوداد كان عنده حصوص اكبر يعني في الفوز بالبطولة طيب ده على مستوى الاندية كمان كان فيه ترشحات على مستوى المداربين طبعا فيه مداربين كتيرة جدا والد الركراكي وكيروس كيروش وموسماني وقاليو سيسي اعتقد انقاليو سيسي خلينا نروح للمنتخبات الاول كمان على مستوى المنتخبات طبعا بس انا هقولك حاجة لحظتها وعايز انا قيشة معاك يعني فيه عشر منتخبات بجانب مصر السنغال الكاميرون تونس المغرب بوركينا فاسو غينيا الاستوائية جزر القمر مالي وجنبيا دول زي ما حضراتكم شايفين السؤال اللي عايز اسأله لك عمر انت بتتكلم على بوركينا فاسو غينيا الاستوائية جزر القمر مالي وجنبيا في غياب نيجيريا غانا صحل العاج الجزائر ده ما بيدلش ان الخريطة على مستوى افريقيا بتتغير بشكله وباخر وان بنتكلم دلوقتي على فرقة زي جزر القمر موجودة في ترشحات افضل منتخبات على مستوى افريقيا بنتكلم على فرقة زي مثلا بوركينا فاسو يعني لكن السنغال المغرب مصر الكاميرون ده تمام لكن مش موجود غانا مش موجود صحل العاج مش موجود بالرغم من غلط اهالة لكاس العالم بالزبط الجزائر الجزائر بطلت افريقيا النسخة قبل اللي باتت فده دليل يعني اولا مين بترشح مين من العشرة دول الفوز بهذا اللقب والسؤال التاني والاهم ده بيدل ان خريطة الخريطة الافريقية والمنتخبات الافريقية اللي احنا زمان كنا بنقول عليهم مستوى تاني وتالت لا ده موجود ثلاث اربع منتخبات المرشحين او في العشرة المرشحين للحصول على افضل منتخب افريقيا ال2022 اصح اينا بتشتغل يا كابتو لدينا اشتغل وعندها خطة احنا ولا بنشتغل ولا عندنا خطة ولا نعرف يعني ايه خطة احنا بيقال عننا ان احنا بنشتغل وبيقال ان احنا بنسند ملفات لأشخاص في الاتحاد ولكن احنا ولا بنشتغل ولا عندنا خطة ولما الاتحاد يمشي الاتحاد اللي جاي هيجي ومش هيشتغل على الاتحاد عمله والاتحاد ما بيشتغلش على الاتحاد اللي قبل عمله لكن تيجي تبص انت عندك اقل منتخب في دول هتقل منتخب فيهم وهتلاقي على اقل في المنتخب ده فيه مثلا ما قلش عن 22 محترف مصر ما فيش مصر ما عندهاش خطة مصر ما عندهاش خطة لاندية بتاعتها اللي بلاك قابت ان هي دورة بتالي افريقيا يعني اللي بيحصل في افريقيا هنا ما هو الا اجذوبة كبيرة لكن بص على المنتخبات الحقيقية هو انت يعني في اخر خمس سنين شفت فرقة سنغالية بتاخد دورة بتالي افريقيا او بتسعد من دور المجموعات او بتروح لدور المجموعات مفيش لكن بص على منتخب السنغال يلعب نهاية دورة بتالي اوروبا المنتخب كله كله نجوم اقل كوين ما فيهم ب25 مليون دولار بمليون يورو في المركاتو الحالي حتى جزر قمر يعني ده الشغل يا كابتن ده الشغل ده الناس اللي عايزة تأهل اللاعبين بتاعتها ده الناس اللي عايزة فعلا تحقق حاجة وتوصل لحاجة لكن احنا ما عندناش اتحاد عايز يوصل لحاجة احنا عندنا اتحاد عايز يفضل موجود على الكراسي وانهما يتم انتخابه مع الكراسي بس الناس بتقول فيه خطة وفيه تطوير الفترة اللي جاية انا معاك كمان خلي بالك الناس تقولك ما للاتحاد مع الاندية ما بتطلعش اللعيب عشان تحترف خلي بالك دي جزئية مهمة جدا ان لازم الاتحاد يكون هو صاحب يد العليا لانه هو المسؤول عن المسابقة والمسؤول عن تطوير اللعب في مصر وبالتالي ان انت ممكن جدا بطرق متعددة انك تشجع الاندية انها تخلي اللعيبة محترفة ممكن تشجيع على مصطوى ماتي ممكن تشجيع على مصطوى معين بشجيع الاندية مهوère بالجيج يا كابتن كانوا بيكبروا الاندية انهم ما يلعبوا لعيبة تحت السن فيه طرق كتير وما ينفعش انت تكون الاتحاد عايز تقوي الدور بتاعك وعايز تخلي اللعيبة محترفة وعندك 5 محترفين في الاندية من تاكده نادي زي الأهل هيجيب الخمس محترفين وهيجيبهم لعيب أكبر جدًا عشان عايز يستفيد من المحترفين ليه لأن لو الأهل ماجيبهمش النادي التاني هيجيبهم أي نادي في الدورة هيجيبهم مع فلس هيجيبهم هي دي الفكرة أنت زي ماخلي خمس محترفين وإلهار cow turfs مع أربع محترفين ليما أنت عامت لك القايمة 35 واحد 35 لاعيب في القايمة ACHAM TAL alleviate 30 وتصفر الباية بره وتطلع الثاني وطلع الجيل التاني والتاني ما تخلي اللعيبة اللي تحت السن دي ما تعمل دور رديف يا كابتن ما انت لو عملت دور رديف هيبى فيه نظرة ما هو الدور ده برضو خلي بالك الله يرحمه كابتن محمود الجاري كان عايز يتميمه بس ده أنا شايف ان ده دوري مهم جدا وخلي بالك الدور ده ممكن يتعامل كل سنتين حتقولي ليه كل سنتين عشان يخدم المنتخب الأولمبي انت بتتكلم دلوقتي مثلا 2001 هو دلوقتي اللعيبة بتاعت 2001 عندها أولمبياد اللعيبة دي فين المسابقة دي فين وبالتالي لازم يكون عندك مسابقة أنا على مستوى وانا كنت بلعب في ألمانيا نزلت لعبت مع فريق الرديف لان كنت راجع من الإصابة فمش هتقهلت معهم وخدت ثقة ورجعت ورجعت فوق أولا بتقوي كمان المسابقة تخيل انت الأهلي بلعب الزمالج في دور الرديف خليها دور الأمل على مستوى ممكن اتنين تلاتة من لعبة النادي الأهلي اللي لسه راجع من الإصابة أو عايزة تخدم مباريات بلعبه من هنا ومن هنا والزمالج والماتش بتزاع وفيه سفونسر ليه وبالتالي انت بيتقوم جيل بحاله يبقى سهل جدا على المدرب بتاع المنتخب الأولومبي أن ينقي لعبة مميزة من الدور ده فيه شغل كتير جدا عندك فرصة ان انت تطلع لكن انت ما عندكش حاجة خالص يا كابتن كابتن احنا ما عندناش الاعتماد على المدارس الفنية على الأجيال اللي تحت خالص احنا ما فيش كلام ده احنا عندنا اللعيب بيفضل موهبة شابة لحد 29 ساعة نعم مش كده بره احنا عندنا انسو فاتي وجافي وفينيسيوس كل اللعيبة دي يعني 16 سنة و17 سنة وبيدري 19 سنة لعيبة صغيرة جدا كابتن انت بتتكلم على يعني عندنا التخيل عندك انت لعيب 16 سنة يطلع يلعب في الدوري المصري مبابيه عنده 23 سنة اه مبابيه احسن يعني محال انت عنده 21 سنة في مصر مفيش ما يهيئ ان انت الناس مش مهيئة للنجاح الشباب يعني انا معلش يا كابتن لما تيجي اختبارات اللعيبة الشباب الصغيرين اختبارات الناشئين لما لعيب ناشئ يروح يختبر يفضل قاعد في الشمس من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 2-3 العصر هيطلق هيختبر ازاي لما تروح تخلي الاختبارات الناشئين لما انت لعيب ناشئ مثلا يعني انت مثلا معروف ان في اسوان او في الحتة النوبة اللي تحت او في الصعيد من تحت عندهم قوة بدنية وعندهم نفس طويل وعندهم جارية كبيرة الراجل دال عشان يجي اختبار اختبار هنا عايز يوم سفر ولا يومين سفر ويوم راحة وكل ده فين الامكانيات لانت ما بتروحش اصلا كالتحال كرة طوحنية ده ملف يا عمر وفيه حاجاتك يطول شرحه بقى لا يعني ده ملف ولازم بقولك الناس لازم نشتغل من ده عشان نتكلم على المستقبل وفي الاخرى نجيب مدير فني أجنبي يعني للأسف خلينا نتكلم ترشحتك إيه يعني بالنسبة لترشحتك لأفضل منتخب أفريقي في عشرين وعشرين لا طبعا منتخب السنغال سنغال رقم واحد منتخب متأهل كاس عالم وواخد كاس أمم أفريقية أخيرة اعتقد منتخب السنغال هو المنتخب الأقرب لحصد الجائزة يعني واعتقد أن ما فيش منافس طيب على مستوى أفضل لعب طبعا لعيبة كتيرة جدا جدا في أفريقيا تلعب في الدوريات الكبرى في أوروبا طبعا على رأسهم محمد صلاح رياض محرز في البريمير ليج فيه 30 اسم يعني وعلى مستوى على مستوى تواجد رباعي منتخب مصر نتكلم على محمد عبد المنعم طبعا النادي الآلي ومنتخب مصر محمد النني أرسنال محمد صلاح ليبر بول ومحمد الشناوي منتخب مصر والنادي الآلي طبعا يعني أليو ديانج كمان موجود علي معلول موجود بجانب طبعا اللعيبة الكبار بتتكلم أشرف حكيمي ساد يوماني نبي كايتا أبو بكر الكاميروني فرانك سي لاعب طبعا إيسي ميلان يعني بتتكلم على كلهم لعيبة على مستوى عالي جدا والأسماء الريبة ولكن من وجهة نظرك الأفضل على مستوى أفضل لعب في أفريقيا لي 20-22 يعني ساد يوماني يكون في منافسة كبيرة هتلينا كده أربع أسماء أول أربع أسماء ساد يوماني ومحمد صلاح رياض محرز مثلا رياض محرز أشرف حكيمي أعتقد ممكن حكيمي يعني فرانك فرانك طبعا سي يعني حكيمي علشان اتأهل لكاس عائلة يعني ديف فرق لكن يعني لو جينا بصينا على كل أرقام سادي وماني ومحمد صلاح هتلاقي محمد صلاح متفوق في كل أرقام الفردية على مستوى النادي صحيح ماني متفوق في كل أرقام الفردية على مستوى المنتخبات فللأسف للأسف محمد صلاح يعني كان يعني لو على مستوى الاندي هو الحق في الفوز بيها ولكن المنظومة ما خلتهش يعني المنظومة اللي بتساعده ما خلتهش يكون أفضل على مستوى المنتخبات لكن على مستوى الاندي محمد صلاح هدف عن مانيف دوري أبطال أوروبا وهدف الدوري الإنجليزي وعلى أسست في الدوري الإنجليزي يعني أعلم مانيف كل حاجة تقريبا لكن للأسف مانيف خد البطولة وراحكس العالم على حساب مصر الاثنين فأعطاكم أنه يكون الأقرب في الأقرب سادي ومانيف خلينا نروح على مستوى المدربين كأفضل مدرب في أفريقيا لـ 2022 طبعا موجود كيروش موجود طبعا بيت سيموت سيماني وطبعا يعني مدرب الوداد ريكراكي موجود بشكل كبير دي أسماء الناس الموجودة طبعا موجود كيروش موجود بيت سيموت سيماني ووليد طبعا ريكراكي موجود طبعا بشكل كبير كمان مدرب المنتخب المغربي معرفش ليه حطينه وحيد غلوزي طيب برضو اختار لي كده اتنين ثلاثة وقل لي واحد اتنين ثلاثة من وجهة نظر هو اليو سيسي رقم واحد اليو سيسي ده مدير الفني المتخب السنغال بعديه هيكون وليدي الركراكي لأنه كسب مع الوداد صحيح بطوله اوخدها من الاهلي يعني اوكمان كمان اوخدها من الاهلي دي تخلي يكسب تخلي يكسب الجايزة اه بزرطة يعني لو اوخدها من اي نادي تاني ممكن تكون يعني مش مرشح للجايزة زي ان هو اوخدها من الاهلي تخيل أن كل دول كانوا في البرو يعني باستثناء كيروش كانوا في البرو ما فيش ولا مدير فني إلا هو اللاينزز البرو اللي كان برضو كانت في المغرب اللي كانت في المغرب وما فيش ولا مدير فني مصري كان موجود فيها ما يعني للأسف عندنا برضو الجزئية دي في موضوع اللايسنز محتاجين فيها الشغل وأعتقد اتحاد الكرة يشتغل عليها لأن البرو زي ما قلت لك يمكن في الفاصل إنك عشان تأخذ البرو لازم يكون معاك الاي لايسنز الأول فاعتقاد دي برضو الاي لايسنز مش مجدودة مع مدربين كتار في مصر ودي ودي قضية كمان عمر لازم نقف عندها لأن عشان تطور وأنا انت شفتيني وأنا بقدم ممكن موضوع الأكاديميات وقلتلك إن في مدربين الأكاديميات أو قطاعات النشئين في الدوريات القبرى في الأندية اللي أنا تكلمت عليها ده لازم يكون دارس على الأل معاك الاي ومعاك البي على أل حاجة وفي مدربين معاهم البرو لايسنز دي أعلى رخصة وبيشغال بها في تطوير اللاعبين وبالتالي منظومة الترخيص أو رخص المدربين المصريين لازم يكون لها حل مفيش مدرب يشتغل إلا بيكون معاها اللايسنز إلا بيكون معاها الرخصة ده على مستوى الأندية على مستوى قطاعات النشئين لازم يكون موجود أنا لما كنت شغال في ليرس البلجيكي كان معايا الاي وانت لازم يكون معاك البرو فحتى كنت أنا قاعد كمدير فني ولكن اللي بكتب على سكورشيت كان واحد معا البرو لغاية لأن أنا شغلي أثناء وانا يعني خدت الاي وانا شغلي بشتغل بيتحسب ساعات عمل من البرو عشان لما أقدم على البرو قال لهم والله أنا في الفترة ديت أنا خدت الاي لكن بعد الاي اشتغلت مدير فني الليرس في الدورة البلجيكة وبتتحسب ساعات من ساعات العمل وبالتالي منظومة عايزة شغل كتير جدا مين بقى اللي يعمل كده كابتن؟ مين اللي يعمل كده؟ لا ان شاء الله يعني احنا احنا في مصر والتحاد الكورا ان شاء الله نعمل طب هم عارفين لها لك بطوله؟ بودول برول ايه؟ طيب نروح لأفضل لعب نتكلم على ايه؟ خلاص 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 خلاصنا يا أفضل لعب أفريكي يهو بيقول ساد يومانية احنا نقول يا رب يكون صلاة يا رب يكون صلاة أكيد طبعا وصول السنغال لكاس العالم وكمان حصولها على البطولة الأفريقية أكيد بيدعم طبعا أصوات ساد يومانية عمر بنشكرك شكرا جزيلا يعني موورتنا وشرفتنا كالعادة ودايما يعني بنستمتع بوجودك بشكر حضراء الكابتن هتمنى ان انا نكون ضيف خفيف على الناس كلها وعلى جميع الناس دائما بلا يخلي الكابتن ويعني والله احنا كلنا بنتكلم في صالح الكورة المصرية صحية كلنا نفسنا الكورة المصرية تنجح وكلنا نفسنا ان احنا نكون اقوى دوري في العالم ونفسنا يكون عندنا محترفين محسن محترفين في العالم ما بننتقدش حد بالاسم وما نعرفش ان احنا ننتقد حد بالاسم احنا بنتكلم للصالح العام وده الأهم يعني فأنا اتمنى ان اكون لا انت تمام وكلنا بنتكلم لان احنا شايفين ان مصر تصبحيك الأفضل وخلي بالك احنا بنتكلم كده عشان عارفين ان احنا عندنا الامكانات ان احنا نحقق ده بس نحط بس رجلينا على اول الطريق ان شاء الله شكرا يا عمر شكرا جزيز طبعا متواصلين مع حضراتكم بعد الفاصل ونجمنا المتميز محمد الباز اهلا بحضراتكم واخد فقراتنا النهاردة في المحترف دايما فقرة الخميس الاخيرة بتكون مميزة وكلنا بننتظرها بشكل كبير لان معنا المميز محمد الباز هيكلمنا النهاردة في حاجة دايما بنتكلم عليها تكلمنا عن ساد يومانية وازاي ساد يومانية كمان هيشتغل مع الباير نتكلم ازاي الاندياة الاوروبية بتجيب الحلقة النقصة في فريقها بشكل علمي بشكل احترافي بشكل رقمي واحصائي ودايما محمد الباز بيشرفنا عشان يشرح لنا اكتر واكتر محمد مساء الخير عليك مساء الخير كانت نورنا نور حضرتك بيبلينا ميني النهاردة شو ميني شو ميني حلو قوي طبعا صفقة كبيرة جدا ويمكن الريال كان يعني مصر على هذه الصفقة بشكل كبير جدا لعيب صغير في السن انت كمان عندك الحاجات عند حد تاني هو اشمعنا وريال مدريد اشمعنا شو ميني ازاي مصر على اللعيب ده امكانيات وايه توظيف ودخل الملعب حيكون ازاي يا ريت برضو تشرح للاستاد مشاهدين شو ميني ده منين يعني شو ميني مبدايا زي ما حددك قلت بالضبط كانت صفقة عليها نزاع وخناء كبيرة جدا بارس سين جرمان وريال مدريد طبعا هو فضل نروح لريال مدريد من باب البطولات بطل اوروبا فكمل معاه يعني معروف كده عن ريال مدريد فدائما هو الاختيار اللويت كان اعلى شهر لريال مدريد شو ميني طبعا هيكون اضافة قوية جدا لريال مدريد تحليل التاكتك بتاع شو ميني ساعد بشكل كبير جدا انشولوتي وكتيبة ريال مدريد والادارة ريال مدريد في اختياره قولي برضو الناس برضو علشان تكون متابعة معنا شو ميني هو لعب عنده كم سنة مميزاته ايه والمميزات دي ساعدت انشولوتي او هتساعد ريال مدريد ازاي صحيح شو ميني اللعب صغير لسه 22 عام المفروض ان هو بلعب في مركز 6 يعني ده يقال المفروض ان هو مركز 6 ولكن هو بلعب 8 بلعب بوكس تو بوكس بلعب في كل حتى في المنظومة الدفاعية يعني نص الملعب بيتحرك بشكل كبير جدا هنتكلم على كل التحركات وكل اللي بيعمله تشوميني في ارضية الميدال هو بيسموه البول وينر يعني هو من اكتر الناس اللي هتساعد في الاستحواز اكتر الناس في العالم في الموسم الاخير بالاخص مع موناكو الفرنسي في استخلاص الكورة في الانترسيبشن في الاعتراضات في البول بلوكس في كل الحاجات اللي المفروض تتوافق وتتواجد في اللاعب اللي بيلعب في المنطقة الدفاعية بالاخص سواء كان مركز ستة لعب بوكس تو بوكس بيشبه ويشبهوه شوية بكانتي بيشبه ايضا تماما في ريال مدريد طبعا لوكا مودريتش وحنتكلم وجود تشوميني لريال مدريد طبعا على اللونجران بلاعب 22 عام هيكون طبعا ريكوفر كبير جدا في حالة طبعا رحيل لوكا مودريتش في رحيل طبعا هيوبة اعتماد كبير جدا على الفترة جاية مكان كاسيميرو انه بيختلف عن كاسيميرو في حاجات كبيرة جدا اليوم الاثنين بلعبوا نفس المركز بس مهم اول اللي انت قلت محمد ان الناس برضو هناك بتبص للمستعبل يعني لعب عنده 22 سنة هم درسوه بشكل كويس عرفه امكانياته الفنية وانه حاسس خلال السنين اللي جاية كاسيميرو خلاص اعتقد قدامه سنتين ويبقى الكيرفع ينزل عندنا مودريتش لعيب عظيم ولكن عنده 37 سنة فالدفع بعنصر عنده 22 سنة صعيب مميز على مستوى الدفاع والهجوم اللي انت هتشرحولنا دلوقتي وياريت برضو تعرف الناس ليه قاله انشلوتي اختار تشواميني بشكل خاص في فريق ريال مدريد للموسم القادر بالزبط يعني احنا قلنا من اهم النقاط اللي تم اختيار عليها تشواميني هو الاعتراضات هو يعتبر تالت مرتبة على مستوى اوروبا كلها في الاعتراضات ومعانا خريطة حرارية بتوضح الاعتراضات وفي ارضية الميدان بتكون عاملة ازاي في متواجد في كل مكان في الملعب في اعتراضات وفي الانترسيبشن هنا كابتن هاني بنقدر نشوف الانترسيبشن اللي هو الاعتراضات مع الكول بلوك اللي هو طبعا بقطع الكورة هنا بنشوف بتواجد بالاخص في الاجنحة عشان برضو السادة مشاهدين يعرفوا ده الاتجاه دوت هو الاتاكينج الاتاكينج دايريكشن يعني الفرقة بتهجم ده فواضح جدا عملية صحيح الاعتراضات عنده مع الكول بلوك عنده في قطع الكورة والاعتراضات اعتراضات بمعنى هو بيعترض ان هو يقطع الكورة بشكل كبير جدا الخريطة دي بتورينا اكتر الاماكن اللي هو بينتشر فيها في اعتراضات الكورة دايما اكتر مكان على الاجنحة صحيح وده لما نيجي نبص تاكتكيا ايه مشكلة ريال مدريد مشكلة ريال مدريد في تقدم كارفاخال في ناحية اليمين او مين دي اللي هو الباك ما بيزيد فبالتالي احنا عندنا شو مين ده لاعب عنده ادوار مركبة حيقدر ان هو يعمل التغطية في خلفهم لما بتقدمه ده رقم واحد رقم اثنين لاعتراضات عنده اعلى مرتبة اعلى نقاط زي ما احنا شايفين منتشر في اشترك استاذ المشاهدين طبعا محمد بيتكلم كل الجزئية ده اعتراضات او هو بيشتغل فيها بشكل جيد جدا صحيح وحتى على الجانب الاخر بيشتغل بشكل جيد جدا فكل دوت بناء على خطة انشلوتي في كربخال بيعدي او النحي التانية منت بيزيد فينيسوس فينيسوس فهو عنده القدرة انه يغطي المنطقة خلف المعجمين او خلف الاجنحة بشكل اكتر من رأي ده رقم واحد طيب رقم اثنين من النقاط اللي تم اختيار على تشو مين عشان تساعد كتيبة ريال مدريد هي البور ريكافري اللي هو استخلاص استخلاص الكورة نفس الكلام هنا بتورينا هو بيستخلص الكورة فين طبعا زي ما حدرتك قلت الديريكشن اللي هلوجومي ناحيتي كانت ناحيتي بالزبط فنقدر نشوف تشوميني بينتشر في كل مناطق الملعب يعني في المنطقة النص الملعب ستة بيزيد كتمانية بيقدر انه هو يعمل البور ريكافري استخلاص الكورة واسترجاع الكورة بشكل رائع جدا منتشر في كل انحاء برضو ملاحظ هنا ان في الحالة الدفاعية لان الاتاكن دايريكشن كده فالحطة اللي قدامي السردباكين كمان هو شغال فيها بشكل أكثر من رائع مهم جدا يبقى تكلمنا ممكن في الحالة اللجومية كافرينج على الأجناب وفي الحالة الدفاعية انت بتعمل يعني بيعمل حائص صد قوي جدا في قدامي السردباكين بالزبط الكاراكتر بتاعه ويمتاز بكده بقفل زوايا التمرير على الخصر بيقدر ان هو يتوقع هنا طبعا بيورينا الاتجاهات بتاعته في البول كارينج زي ما احنا بنقول ايه أدوار مركز ستة كابتن هاني مركز ستة ان هو ازاي يدور الكرة وان هو ينقل الكرة اللي قدام فبتورينا هنا الأسهم ازاي هو بيقدر ان هو يتحرك بيمشي بالكرة بيقدر ان هو يساعد الفريق في الاستحواز في البول كارينج بهذا الشكل ان هو بيقدر ينطلق ويلعب الكورات الطويلة او الشورت باسس يعني عند الشورت واللونج باسس على اعلى مستوى وقد يشبه لوكا مودريتش وحيكون البديل زي ما قلنا في المستقبل على اللونج رون ويقدر يساعد في رقيته في الاستحواز ونقل الكرة وتدوير الكرة للأمام بشكل رائع جدا ده من اهم التلات عوامل اللي ساعدته زي ما قلنا ان هو بول وينر ان هو يقدر ان هو يقف على الكورة ويستخلص الكرة بشكل سريع وبشكل قوي بكل تأكيد هنشوف بقى الأمثلة يعني عايزين نشوف أمثلة من أرضية الملعب في ازاي ان هو بيعمل الاستخلاص او البول ريكافرين والتوقع اهم مما يميز توميني هنا توميني يعني نقدر ان احنا نبص على توميني انا رحطي لك اللايتز بالزبط معنا زجال وبرضه عامل شغل وقلونتا بكاسميرو ان هو عنده التوقع عالي جدا توقع عالي الزي ما بقوله الاورنس البوزيشننج احنا شوفنا نتحرك فين الكرة طبعا رجعت ده الفريق المنافس للاعب التاني عشان يقدر ان هو يفتح زوايا تمرير للزميل والقدام طبعا شميني متوقع تماما الكرة هتروح فين عشان يقفل عليه زاوية التمرير وده أهم ما يميز شميني لو بدأنا ان احنا نتحرك ونشوف الصورة اللي بعدها هنقدر نوري السادة المشاهدين معنا كابتناني ازاي الصورة الاولانية نقطع خط الباص يعني زاوية التمرير اتقفلت وده خلي بالك شيء مهم جدا للمدافع لو مش قادر تقطع الكرة وخاصة وسط الملعب لو مش قادر تقطع الكرة اقفل زاوية التمرير بالضبط وده اللي بيعملوا ده اللي بيمتاز بيت شميني طبعا زي ما احنا شوفنا يعني مصافة 6 متر ما بينهم ان هو قادر يتوقع ويقفل زاوية التمرير التوقع الاولانية اللي عنده عالي جدا وده اللي شوفناه فيه حالة استخلاص الكرة في البوري كافري قطع الكرة بشكل رائع جدا وبسرعة جدا بدون اي مشكلة يا زي ما دايما بنشبهه بيكانتي لعب تشيلسي طبعا الفرنسي من غير فاول من غير مخالفة الجميل طبعا مؤهم وما يميز ان هو بيقطع كرة بيعدل طبعا جسمه بالبادي ورينتيشن عالي عنده جدا يبدأ ان هو يلعب الشورت بول يعني بعد ما قطع الكرة في الصورة اللي فاتت قام بيها وقام يعمل يعمل الكونتر اتاك او يبدأ يبدأ الهاجمة بشكل رائع جدا ويبدأ ان هو يحرر في رقيته زي ما احنا قلنا البول كاريين يبدأ ان هو طبعا يلعب الكرة في الخطوط الامامية بشكل اقصى من رائع ده من اهم النقاط القوة اللي احنا شرحناها بالارقام او بالموائزات بنبدأ ان نشوف هدلوقتي في التاكتك في الملعب بيعملها ازاي نفس الكلام هنا كابتنا نبدأ نبص عليه بيقفل زوايا التمرير زي ما قلنا زاوية التمرير ديت الراجل دوت هو اقطى زاوية التمرير بشكل اكتر من رائع وده ده سنس ده تالنت بالظبط ده تالنت سنس يعني موجود يعني احنا شوف عايزين نرجع هو فين تومين يعني الكرة تلعبت احنا عايزين نركز مع التومين هنا برضو ان هو يعني عليه الشكل كده هيكون فين بعد سواء بعد الكرة ما تلعبت هنشوف بقى قوته وسرعته وهو ده طبعا اللي بيمتاز به من كقوة بدنية رائعة جدا ولياقة بدنية عالية جدا في مسافة 9 متر ما بينه ما بين الخصم اللي استلم الكرة هنقدر نبص ما بعد ازا عمل البور ريكافري واستخلص الكرة وقدر ان هو ينقل فرقته هنتابع مع بعض الحالة برضو راح يتفين برضو تشومين بسرعته يعني تقريبا فهمتو ساكن وصل للعب بعد ما استلم الكرة عدل وشه طبعا على اتجاه المرمى وده مهم برضو انك حتى في الوقت اللي انت بتحاول تقطع خط الباص لو الكرة راحت للراجل خلاص انت ما بتبصش وترجع بالراحة لانت بترجع تاني وبتحاول بقدر امكان زي ما الصورة دي وضح انه خلال الراجل سابقه بتسعة متر ولكن عنده القدرة ان يرجع تاني للحالة الدفاعية صحيح وده اللي بيعمله تشوميني وقطع الكرة واستخلاص نفس الكلام هنا مثال اخر بيوضح ايضا تشوميني في الاعتراضات وانه هو يقطع الكرة زي ما قلنا بيمتاز بها بشكل رائع جدا هنا قرة ايضا في نصف ملعبه هنا بصوا كابتناني زي ما قلنا بيقدر ان هو يعمل التمريرات أو اللونج باس بشكل اقصى من رائع طبعا بينقل الفريق لقدام طبعا عشان يساعد فيه الناحية الهجومية زي ما كلنا بنتكلم بلعب اللونج باس ده بيشبه لوكان مدريت شوية زي ما قلنا يكون برضو عامل مساعد جدا لريال مدريد ده لوكان مدريت 37 عام وهو الناس بتفكر بالطريقة زي ما حدرتك للهجمة بشكل كبير وكمان عنده اللونج باس بشكل اكتر من رائع اقصى من رائع طبعا بيفتح به مساحات ويبدأ ان هو ينقل الفريق في الحتة الهجومية بشكل اقصى من رائع هنا برضو امثلة كثيرة جدا بتوارينا مقررة يعني الموسم اللي فات ببين شوميني عمل لونج باس يعني يا كابتن هاني بنسبة عالية جدا وصلت لـ 90% من اللونج باس بتاعته والشورت باسسس ايضا بيعملها بشكل اقصى من رائع بين الفريق لقدام زي ما قلنا ده مميزات الرقم 6 وكمان شوفنا دلوقتي الناس تقول الرقم 8 وبيكس تو بوكس عنده قوة بدنين هو بتساعد نفس الكلام يعني بص الكرة هنا من نص الملعب احنا السهم هنا واقف على شوميني عينه عام بيعمل برضو بشكل رائع جدا شاف زميله في الجناح اليمين فاضي تماما عشان يخلق المساحة وده طبعا بيتم فهمتو سكن بيعمده الوعي الزهني حاضر بشكل رائع جدا السكانينج يقدر ان هو يلعب اللونج بول بدقة عالية جدا ان هو يتوصل المهاجم او الاجنحة نفس الكلام هنا بلعب طبعا الستروب باسس او طبعا وراء المدافعين وخلي بالك انت النمازج اللي جايبها فيه دستنس مختلفة يعني فيه لونج باس بيوصل ل25 متر فيه لونج باس وخلي بالك هنا لازم يكون عنده حساسية هيلة جدا لانه خلاص مقرب من ال18 وبالتالي عنده كمان المهارة ديت فواضح كده ان كمان يعني لو جبنا السلاسي اللي كانوا بيلعبوا في نص الملعب بالنسبة ريال مدريد والاضافة بتاعته ايه صحيح احنا دلوقتي طبعا احنا لو هنعرض التشكيلة معنا اللي هي المتوقعة اللي ريال مدريد في الموسم القادم هنبص ما بعض نشوف بيعملوها او هتكونش شكلها عامل ازاي وحنتكلم على السيستم اللي هيشتغل به انشلوتي طبعا انشلوتي بيلعب في الغالب اربعة تلاتة تلاتة طبعا السيستم المعروف او الفرميشة المعروف عند انشلوتي يعني في حالة طبعا عالم حياس الكور عارفين هو بيتحول لخمسة يعني اربعة خمسة واحد يعني بيعمل برضو الخطة الدفاعية الصالبة جدا دي برضو نموزك تاني طبعا نموزك تاني للونج بور رؤيته دي الفيجن بتاعه يعني دي الرؤية بتاعته سكانينج عالي جدا بيشوف خلي بالك انت وانت بتتكلم انا يعني بحط نفس مكان اللي العمل سكاوتينج دوت انه بيدور على كمان ريال مدريد امكانياتها ايه صحيح دايما شوفنا في السكاوتينج الاطراف بيبقى فينيسيوس لو النحا التانية بيبقى كارفاقال بتتكلم على كمان لو سقوط كارين بن زيمة في العمق وبالتالي التاكتيكال والحاجات دي السكاوتينج ده مهم جدا مهم جدا لازم اراعي طبعا طريقة اللعب الفلسفة بتاعت المدرب هل اللعب ده هيتماشى مع الفلسفة ده بالزبط بربع عليها كمان احنا في التحليل كابتن هاني بنحلل على المستوى الانديفيدول الشخصي او الجروب على مستوى الجماعي او التيم يعني احنا متكلم دلوقتي الجروب دي زادت معانا في التحليل يعني ايه الجروب يعني متكلم على المنظومة زمي حدثتك قلت نص الملع احنا دلوقتي عندنا ايه التلات افراد او التلات لعبين الارتكاز او الاساسيين في تشكيل ريال مدريد احنا عارفينهم كاسيميرو ويبالعب توني كروز ولوكا مودريتش يقال طبعا ان توميني مع وجوده حيساعد انشلوت ان هو يعتمد على فالفيردي فالفيردي طبعا هيكون ليه دور كبير جدا معهم في نص الملع يعني ان هما الاتنين يلعبوا في الحتة دي كمان بيعندوا قدرة على انه بيضع ناحية الاجناب والميزة اللي بتميز توميني عن كاسيميرو لان هما الاتنين يلعبوا نفس المركز ستة ان كاسيميرو في الاعتراضات عنده عمل ستة وثلاثين اعتراض الراجل ده توميني عمل مية وواحد اعتراض السنة اللي فاتت ده ما يعادل توم بوينت ناين بيرجيم يعني حاجة عالية جدا بتميز توميني عن كاسيميرو وده بالتالي حيبهنا قوة ودفعة قوية جدا لما بنتكلم مع المنظومة ان هو ازاي يلعب مع بلفيردي بشكل افضل ان هو يساعد كما فينجا كما فينجا وفيردي وكان بيلعب في الفترات الاخيرة بشكل اكتر من رائع هما الاتنين كمان بيلعبوا في وكلمنا مع حضرتك قبل كده على توني كروس توني كروس خلاص يعني تقريبا بدأ ان هو اعتقادي نهاية نهاية اخر سيزون خلال الفترة اللي جاية ولوكا مدريتش ولوكا مدريتش خلاص كمان 37 سنة لكن بيقدي بدأ اكتر من رائع لكن النظرة المستقبلية مش مجرد انك بتجيب لعب كويس لأ انت بتجيب لعب حسب السكاوتينج ده لاعب هيفيدني في ايه هيفيد طريقة طريقة لعب في ايه وكمان مع المنظومة مع المنظومة بالضبط مثلا لو نص الملعب ازاي هيلعب مع نص الكيميا هتمشي ما بينهم ازاي يعني مع الفيردي طبعا هيعملوها ازاي كما فينجا لما يقدر ان هو يشتغل معاه هيعملوها بشكل ازاي هيساعدنا على لونج رون ازاي في ان هو يقدر ينقل فريق يعني هو ريال مدريد تقريبا حل المشكلة ديت زي ما كنا بنقول في حالة تقدم مندي او في حالة تقدم كارفخال ازاي ان تشومين هيقدر ان هو يعمل ريال مدريد يعني زي ما تكلمنا عندنا كانت مشكلة خطيرة جدا في قلب الدفاع لما دلوقتي احنا مش عايزين ننسى روديجر لاعب الالماني طبعا مدافع تشيلسي خلاص رسميا مع ريال مدريد فبالتالي جمبوا علبة تابعا يبقى علبة على قلب الدفاع مع روديجر هيكونوا كوة صالبة جدا بشكل رائع المسلم القادم طبعا عشاء ريال مدريد الملكي دايما كانوا عندهم قلق في الحتة الدفاع في قلب الدفاع دايما كان فيه مشاكل او في حالة تقدم كارفخال ناحية اليمين دايما كان فيها مشكلة بشكل كبير جدا فالسكاوتينج تيم مع تحليل أرقام اللاعب مين اللي يقدر يساعدني في ان هو يقدر على لونج رون يساعد المنظومة 80 مليون يورو بلص طبعا 20 مليون يورو وصلت ل 100 مليون يورو طبعا ده رقم لخم جدا بس اللعيب برضو خلي بالك انت بتتكلم في 100 مليون بتتكلم لعيب عنده 22 سنة 22 سنة نعم برضو خلي بالك احنا بنتكلم ودايما بنقول ان الناس لي ما بتختارش كده عشوائي يعني انت لازم زي ما انت قلت على المستوى الفردي في سكاوتينج على المستوى الجماعي اللي انت الجماعي اللي هو بيلعب فين البوزيشن بتاعه فبتعمل سكاوتينج في نص الملعب امكانياته ايه وكمان على مستوى الفريق ككل التركيبة هتبقى ماشية ولا مش ماشية ده مهم جدا طبعا وده اللي ساعد السكاوتينج تيم او ريال مدريد ده مع السبورت ديريكت ومع الادارة مع انشلوتي في اختيار عنصر مهم جدا يقدر يساعد معهم بالشكل ده بالقوة الرائعة اللي احنا شفناها عنشوميني ادوار مركبة بوكس تو بوكس بول وينر انه هو يساعد فيه تمام في الاستحواز في استخلاص في الاعتراضات في كلام كبير جدا وده عايزين نوضح هنا المثال ده لأي لاعب بيلعب في مركز 6 يعني هنا اللعبين في مصر يقال ان اللعب 6 يعني عندنا امثلة كبيرة جدا ولكن لأ انت رقم 6 دوت انه هو يقدر لازم يكون عنده المقاومات اللي احنا شرحناها عند تشوميني لازم يقدر يعمل كل الكلام دوت لازم عنده التوقع اهم ما يميز الكراكتر بتاعت تشوميني ودائما بيخافوا منه في اوروبا انه هو في البادي اورينتيشن عنده في اتجاهات جسمه بدايما بيخدع الخصم انه هو اتجاه جسمه يكون في اتجاه ويلعب الكراكتر في اتجاه تاني الاسكانينج عنده عالي جدا انه هو نقل الكون الكارينج عنده ده لازم مقاومات كتيرة جدا لازم تكون عند رقم 6 او رقم 8 انت لما تستاهد او تكون جاهز الملتي تاسكينج كلمنا ما حدثت قبل كده ان من اهم العناصر او الكريتيريا اللي بيتم يعني مثلا اختيار سيليكشن بتاعة لعب هي تكون مالتي تاسكينج خاصة في الادوار الدفاعية مثل هذه الادوار مالتي تاسكينج يعني عنده ادوار كثيرة ومهام كثيرة مش رقم 6 اللي هو مميز في كل يعني اللي احنا واخدين ال typical set الرجل اللي بيقطع defender اللي بيعمل فاول وبيقطع الهجمة لكن لازم يطور نفسه بشكل كبير جدا زي دايما انت بتنقلنا صورة وبتنقل صورة لتطوير السكاوتينج في العالم كله ازاي بيشتغل بنشكرك شكرا جزيلا يا محمد ودايما بتبقى يعني فكرة مميزة معك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لحضراتك ودي نهاية فقرتنا ونهاية حلقتنا النهاردة مع المحترف ان شاء الله اللقاء جديد ويوم جديد يوم الاتنين القادم في المحترف